بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم متسم وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين آل مؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد في هذا الفصل شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر مكروهات الصلاة وذلك أن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر صفة الصلاة أورد فيها الأركان والسنن والمندوبات ثم أعقب ذلك بذكر هذا الفصل في ذكر المكروهات والذي مشى عليه المصنف وكثير من أهل العلم أنهم يعقدون فصلا للمكروهات وأما المسنونات فيوردونها بعد ذكرهم الأركان والواجبات بخلاف ما ذكره في الفروح حيث أورد المسنونات ثم المكروهات وسبب ذكرهم للمكروهات وتقديمهم ذكر المكروهات على المسنونات أن كثيرا من المسنونات سبق ذكرها في الفصل السابق وهو فصل صفة الصلاة فإنه يورد فيها كثير من المسنونات والأمر الثاني أن المكروهات تركها مندوب إليه ومسنون فيكون ترك المكروه مسنون بخلاف ترك المسنون فليس كل ترك لمسنون يكون مكروهة إذ ترك المسنون نوعا إما ترك يكون مكروها وإما ترك يكون خلاف الأولى وهذا ما سيأتي إن شاء الله تفصيله عندما يعدد المصنف سنن الصلاة الفعلية والقولية بعد ذكره للأركان والواجبات والمكروهات متعددة أورد المصنف عددا كبيرا منها وإن كان في كلام المصنف تكرار في بعض المسائل كما سيأتي بعد قليل وتقديم وتأخير فناسب لو جمعت بعض المسائل المتناظرة لكن له ترتيب فقد حرص أن يبدأ بالمكروهات المتعلقة بالقيام ثم المكروهات المتعلقة بالسجود وهكذا وهذه المكروهات لها ضابط ذكره القطيع في شرحه على المحرر فقد ذكر أن الضابط في المكروهات في الصلاة أن يفعل المصلي في الصلاة فعلا ليس من ضرورته وإن قل هذا الضابط هو الضابط الكل فيما ذكره القطيع فيما يكره في الصلاة أول مكروه ذكره المصنف قوله ويكره في الصلاة التفات يسير بلا حاجة قول المصنف يكره في الصلاة أطلق المصنف الصلاة فيشمل ذلك صلاة الفريضة وصلاة النافلة فالحكم فيه ما سوى وقوله التفات يسير يقابل ذلك الالتفات الكبير الذي يكون خارجا عن صفة الصلاة وسيورد المصنف بعد قليل الالتفات الكبير ما هو الذي يكون مبطلا للصلاة إذن فقوله التفات يسير ضابط اليسر هو ما لم يكن مبطلا للصلاة وسيأتيه بعد قليل وقوله بلا حاجة لأن الحاجة تنفي الكراهة وهذه قاعدة كلية وأوردها من باب التأكيد لهذه القاعدة التي أوردناها قبل قليل ثم قال كخوف ونحوه هذا تمثيل للحاجة الذي تزول به كراهة الالتفات وهو الخوف كأن يكون خائف من عدو أو سبع أو نحو ذلك من الحيوانات قوله ونحوه أو نحوه من الأسباب الأخرى مثل المرض فإن الشخص قد يكون مريضا فيكون محتاج للالتفات لأمر أو لآخر إما لحركة لا إرادية أو لذلك من الأمور والالتفات في الصلاة كونه مكروها هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يخترسه الشيطان من صلاة أحدكم فقوله اختلاس يدل على أنه كراهة وليس حراما وليس مبطلا للصلاة وإنما هو موقص لأجرها نعم وتبطل إن استدار بجملته أو استدبرها نعم قوله وتبطل إن استدار هذا هو ظابط الالتفات الذي لا يكون يسيرا وهو أن يستدير بجملته أي بجميع جسده فيشمل ذلك وجهه وصدره وقدميه كذلك فكل هذه الأمور الثلاث إذا استدار بها جميعا فإنه يصدق عليه أنه استدار بجملته وقول المصنف استدار أطلق المصنف جميع صور الاستدارة فيشمل ذلك إذا استدار عمدا أو استدار جهلا أو كان قد استدار نسيانا أنه في صلاة فكل من استدار بأحد هذه الأمور الثلاثة فإنه يكون تكون صلاته باطلة إلا أن يكون في الصورة التي سيأتي بعد قليل فيما لو كان مخطئا القبلة فهذه سبق حكمها قبله قوله أو استدبرها بمعنى أي استدبر القبلة بأن يكون قد استدار عنها بكليتها أو استدبر ونستفيد من هذه الجملة التأكيد على معنى سابق ذكرنا قبل وهو أن التوجه لعين القبلة ومسامة عين الكعبة ليس بواجب لمن لم يكن قريبا منها ناظرا إليها وقد حكى الإجماع على ذلك إبن رجب كما مر معنا وأن الواجب على المصلي إنما هو الجهة التي تختلف باختلاف البلدان وذلك قال أو استدبرها بكليتها نعم هذه الصورة الأولى وهي الصورة التي يجوز أن يستدبر جزءا من الكعبة في صلاته ومع ذلك تصح صلاته وذلك إذا صلى النافلة في الكعبة إذن القيد الأول لا بد أن تكون الصلاة صلاة نافلة لأنه مر معنا أن الصلاة في الفريضة في داخل الكعبة أو على ظهرها لا تصح والقيد الثاني المهم أنه لا بد أن يكون قد استقبل شيئا من الكعبة ولو شيئا يسيرا ويخرج من ذلك فيما لو كان جسمه في داخل الكعبة وموضع سجوده يكون خارج الكعبة يكون خارج الكعبة يعني بمعنى أنه أو على طرف باب الكعبة فعند سجوده لا يستقبل جزءا منها بل يكون مستدبرا لها غير مستقبل لشيء منها فلا تصح صلاته ولو كانت نفلة إذن فقول مصنف ما لم يكن في الكعبة إذن تصح صلاته في الكعبة إذا كانت نافلة واستقبل جزءا منها ولو كان مستدبرا لجزء من الكعبة قليلا استدبره أو كان المستدبره كثيرا منها أي من الكعبة نعم أو في شدة خوف نعم هذه الصورة الثانية وهي شدة الخوف وقد مر معنا قبل أن شدة الخوف مبيحة لترك استقبال القبلة وذلك في حال المسايفة وفي حال الطرد وذكرت مر معنا الطرد ومن ذكره من أهل العلم وإن كان المصنف لم يذكره هذه ثاني صورتان أوردهم المصنف تصح فيهما الصلاة وإن كان ملتفتا عن الكعبة وزاد بعض الفقهاء ومنهم مرعي في الغاية صورة ثالثة وهي إذا تغير اجتهاده في الصلاة حيث كان فرضه الاجتهاد للقبلة فتغير اجتهاده فاستدبر ما كان مستقبلا له فذكر أن هذه الصورة تصح فيها الصلاة ولو كان مستدبرا القبلة وقد أغفل المصنف ذكر هذه الصورة ووجها سبب عدم ذكرها بأن صاحب الإقناع لم يذكرها لأن المصلي إذا تغير اجتهاده فإنه لم يستدبر القبلة قبل استدارته إليها لأنه في الحالة الأولى في اجتهاده الأول واجتهاده الثاني كل جهة توجه إليها هي قبلته لأن فرضه لاجتهاد وقد أخطأ في اجتهاده وهذا توجيه لسبب عدم إراد المصنف للصورة الثالثة التي أوردها صاحب الآية ولا تبطل لو التفت بصدره مع وجهه نعم هذه الالتفات بالوجه والصدر معا ذكر مصنف أنها لا تبطل إذن الالتفات بالوجه وحده لا يبطل والالتفات بالوجه مع الصدر لا يبطل والالتفات بالوجه مع الصدر مع الجذع بحيث تميل القدم أو نحو ذلك فإنه يكون ذلك مبطلا للصلاة لأنه لا يكون مستقبلا للقبلة وبذلك نقول إن التفات في الصلاة باعتبار ما يلتفت به ثلاث درجات أخفها بالبصر بأن يميل ببصره يمينا وشمالا ثم أشد كراهة منه أن يكون التفاته بوجهه دون صدره ثم أشد كراهة منه أن يميل بوجهه مع صدره وأما إن زاد عن ذلك بجذعه وجملته فإن صلاته تبطل كما ذكر مصنف ورفع بصره إلى السماء إلى حال التجشؤ في جماعة نعم قوله ورفع بصره إلى السماء الفقهاء ألحقوا رفع البصر إلى السماء بالالتفات يمينا وشمالا قالوا لأنه صورة من صور الالتفات فلا فرق بين النظر العلو والنظر ذات اليمين وذات الشمال فكله عنده مكروه لكن لا شك أن رفع البصر في الصلاة أشد كراهة لورود الحديث الذي فيه وعيد على من فعل ذلك بأن يقلب الله صورته صورة حمر إذن فقوله ورفع بصره إلى السماء أن يكره على مشهور المذهب ذلك قوله لا حال التجشؤ في جماعة المراد بالتجشؤ أو الجشأ التجشؤ هو إخراج الريح من طريق الفم ويكون خروج هذا الريح من طريق الفم غالبا عند الشبع يقول المصنف لا حال التجشؤ في جماعة زاد المصنف هذا القيد وهو قوله لا في جماعة وأطلق كراهة التجشؤ في الصلاة مما يشمل الجماعة وحال الانفراد صاحب المنتهى صاحب المنتهى فلم يقيده بالجماعة ووافقه على ذلك صاحب الغاية فإن صاحب الغاية وصاحب المنتهى على أن حال التجشؤ لا يكره فيه رفع البصر إلى السماء سواء كان في جماعة أو كان منفردا بينما المصنف يرى أن رفع البصر حال التجشؤ لا يكره في الجماعة ويكره حال الانفراد أن يرفع بصره حال تجشؤه إذن هذا قوله في جماعة وهذا مما اختلف فيه صاحب الإقناع والمنتهى وذكرت لكم أن صاحب الغاية وافق صاحب المنتهى ووافق المصنف على قوله هذا الشيخ عثمان والشيخ منصور عثمان في حاشية على المنتهى ومنصور في شرحه على هذا الكتاب وعلى المنتهى وعند محاكمة بين القولين نقول إن ظاهر نص أحمد وهذه المحاكمة أوردها عبد الحي أن ظاهر نص أحمد يدل على الإطلاق كما هو قول صاحب المنتهى ومن معه وأما تعليل الإمام أحمد فإنه يدل على قول صاحب الإقناع ومن معه وذلك أن أحمد لما ذكر أنه لا يكره رفع البصر حال التجشع قال إذا لم يرفع آذى من حوله من ريحه فقوله آذى من حوله من ريحه يدل على أن المقصود إذا الجماعة الذين بجانبه ومر معنا أكثر من مرة الفرق بين التمسك بظاهر النصوص والتمسك بالمعاني وتغميضه بلا حاجة كخوفه محذورا نعم قوله وتغميضه بلا حاجة يعني يكره التغميض في الصلاة بلا حاجة وعلة الكراها أمران وهذه تفيد الإلحاق من جهة ومن جهة أنه إذا انتفى هذان الأمران فإنه تنتفي الكراها الأمر الأول مشابهة أهل الكتاب من اليهود فإنهم يغمضون في صلاتهم والأمر الثاني أنه لكي لا يكون خشية يعني وصول النعاس للمصلي ثم قول المصنف بلا حاجة فترتفع الكراها إذا وجدت الحاجة وذكر صورة للحاجة فقال نعم مثل أن رأمته عريانة أو زوجته أو أجنبية بطريق الأولى نعم يقول كخوفه محذورا يعني كخوفه بعدم إغماضه وقوع محذور وما هو المحذور هو أن ينظر إلى ما لا يجوز النظر إليه وذكر المصنف مثل ذلك ما لا يكون سببا ما لا يجوز النظر إليه أو ما يكون في نظره إليه سببا لفساد صلاته نعم وصلاته إلى صورة منصوبة والسجود عليها ها تاني مسألة المسألة الأولى قول المصنف وصلاته إلى صورة منصوبة وإذا كنت قرأت لعنى نقف جملة جملة حتى لا أشرح مسألتين بقراءة واحدة قوله وصلاته إلى صورة منصوبة هذه المسألة من المسائل الدقيقة نقف عندها جملة جملة الجملة الأولى في قوله وصلاته إلى صورة أن يكره صلاة المصلي إلى صورة والأصل في ذلك ما جاء عن الإمام أحمد فيما رواه الميموني أنه قال لا تصلي إلى صورة منصوبة في وجهك وكلام أحمد سنرجع له بعد قليل في معنى كلمة المنصوبة قول المصنف وصلاته إلى صورة ما المراد بالصورة؟ ذكر ابن مفلح في الفروع أن المراد صورة حيوان محرم هكذا جزم به ونقل قوله جماعة من أصحاب الإمام أحمد ولم يعترضوا على ذلك وقال بعض المتأخرين فيما نقله عنه ابن حميد المكي في حاشيته أن ما ذكره واستظهره ابن مفلح ليس ظاهرا وأن ظاهر كلامهم وصلاته إلى صورة يشمل صورة الحيوان وغيره هكذا ذكر بعض المحشين المتأخرين فتمسكوا بظاهر اللفظة فجعله كل صورة تصلى أمامها قد تكون مشغلة والحقيقة أن ابن مفلح نظر للتعليل وذلك أن النهي عن الصلاة للصورة المنصوبة قبل وجهه كما عبر أحمد فيها مشابهة للمشركين لأنهم يصلون أمام أوثان ومصورات وهذا لا يتصور في غير الصور المحرمة وذلك لعل ما ذكره ابن مفلح ونقله كثير من المتأخرين من غير نكير له يكون له وجه هذا فيما يتعلق بقول المصنف وصلاته إلى صورة المسألة الثانية في قوله صورة إلى صورة منصوبة وصف الصورة بكونها منصوبة هذه اللفظة ذكرها صاحب الإقناع ولم يذكرها في المنتهى وإنما قال في المنتهى وصلاته إلى صورة وسكت لكن صاحب المنتهى في شرحه لكتابه زادها فقال ويكره صلاته إلى صورة أي منصوبة فدل ذلك على أن إغفاله لهذه الصفة ليس نفيا لها وإنما هو ببناء على كونها معهودة في الذهن لماذا قلت ذلك؟ ذلك أن بعضا من أهل العلم وهو الشيخ محمد بن براهيم ذكر أن وصف الصورة بكونها منصوبة لا مفهوم له قال ليس لها مفهوم قال بدليل أن الجملة التي بعدها ذكر يكره حمله فصا أو ثوبا فيه صورة قال فإذا كان حمله للفص الذي فيه صورة مكروه فمن باب أولى الصورة غير المنصوبة فدل على أنها كلمة منصوبة لا مفهوم لها والحقيقة ليس كذلك لأن ابن مفلح ووافقه جماعة ومنهم منصور غيره ذكروا ثلاثة مفاهيم أو أربعة مفاهيم مبنية على قوله منصوبة والفرق بين المنصوبة والمسألة التي بعدها أن المسألة بعدها هي حملها المصلي معه فكانت متحركة بحركته وأما الصورة المنصوبة فإنها منفصلة عنه وليست معه محمولة فهي مسألتان متغايرتان وليست مندرجة فيها وما مفهوم قوله منصوبة ذكر الشيخ محمد بن مفلح وتابعه الشيخ منصور أن ظاهر قولهم بل هو قول أحمد كما ذكرت لكم قبل قليل في رواية الميموني أنه قال لا تصلي إلى صورة منصوبة قبل وجهك أو في وجهك قال ظاهر كلامهم وظاهر كلام أحمد أربعة أمور نأخذها منه الأمر الأول أن قوله صورة منصوبة هذه مطلقة فتشمل الصورة الصغيرة والصورة الكبيرة معا ولو كانت صغيرة جدا لا تبدو للناظر إليها من المصلين المفهوم الثاني قال أن الصورة إذا كانت غير منصوبة فإنها لا تكره وبناء على ذلك فلو كانت الصورة ليست منصوبة قبل وجهه فإلا تكره المفهوم الثالث أن الصورة إذا كانت خلفه وليست قبل وجهه لأن أحمد قال منصوبة في وجهه ولو كانت معلقة خلفه ومنصوبة فلا تكره الصلاة كذلك مصر عليه بمفلح ومنصور الرابع قال أن الصورة إذا كانت فوق رأسه وليست قبل وجهه فإنها لا تكره وكذا إذا كانت الصورة عن جانبيه وليست قبل وجهه إذا عرفنا ذلك عرفنا فائدة قول أحمد أنه ينهى عن الصلاة إذا كان أمامه صورة منصوبة وقوله صورة أيضا نرجع لكلمة صورة يشمل الصورة التي على هيئة تمثال والصورة التي تكون مصورة في رق ونحوه نبه لعموم هذه الأمرين الشيخ محمد بن إبراهيم المسألة بعدها وهي قول مصنف رحمه الله تعالى والسجود عليها هذه مسألة مختلفة على المسألة السابقة والفرق بين المسألتين أن الصورة المنصوبة تكون في قبلته فيستقبلها في صلاته وأما قوله والسجود عليها بأن تكون الصورة في المصلى الذي يسجد عليه فتكون في نقول فرش الذي يسجد عليه أو نحو ذلك وقول مصنف ويكره السجود عليها طبعا محل ذلك ما لم يكن قصده التعظيم لتلك الصورة ونحوها لا شك السجود على الصورة عند المتأخرين وجهاني في المسألة الوجه الأول أن السجود على الصورة مكروه وهو الذي جزم به المصنف وتابعه عليه صاحب الغاية وهما تبع للشيخ تقي الدين أبي العباس رحمه الله تعالى في المسألة والوجه الثاني أن السجود على الصورة ليس مكروه لأنها تكون مهانة وهذا يأخذ من عدم ذكر الفقهاء لها وأكثر الأصحاب لم يذكرها وممن لم يذكرها صاحب المنتهى ولذلك قال ابن نصر الله إن الأصحاب كارهوا الصلاة إلى الصورة لا عليها فنصب النصر الله على أن الكراهة إنما هو لها لا عليها وقد يفهم ذلك من كلام منتهى حيث لم يذكر السجود عليها واقتصر على الصلاة إليها وذلك لا شك أن ما ذكره المصنف أو لا وقد أطار الشيخ تقي الدين في الاستدلال على هذه المسألة في شرح العمدة ويكره حمله فصا أو ثوبا ونحوه في صورة نعم قوله ويكره حمله فصا أي في خاتم أو ثوبا بأن يكون لابسا للثوب أو نحو ذلك قوله ونحوه أي ونحوه من الأشياء التي تكون على جسده مثل لها بعض المتأخرين كالشيخ عبد الحي العكبر بأنها قال كحمل الدينار والدرهم الذي فيه صورة هكذا قال قوله فيه صورة أي فيه صورة يعني إما محرمة وهو الذي رجح بمثلحه عليه وهو الظاهر أو مطلق الصورة كما ذكر بعض المتأخرين وفيه نظر وهذا الكلام إنما كره لأنه يكون محمولا له معه يكون معمولا له وقد ذكر عثمان أن هذه الكراهة فيما إذا كان حمله للصورة لا على وجه الاستعمال فإن كان على وجه الاستعمال قال فيحرم وهذا قريب من قول مرعي أنه يتجه أن مرادهم بالكراهة بلا لبس أي بلا لبس للصورة وإلا حرم نعم لأنه تقدم ما يتعلق بلبس الصورة نعم وإلى وجه آدمي وفي الرعاية أو حيوان غيره نعم قوله وإلى وجه آدمي أي ويكره أن يصلي وفي قبله وجه آدمي قوله الوجه يفيدنا على أن الآدمي إذا كان مستدبرا له مثل الصفوف المصلين فإنه لا كراهة في ذلك وهذا واضح وسبب الكراهة النظر لوجه الآدمي لأنه ربما ينشغل المصلي بالنظر لهذا الوجه وتعابيره وما يصدر منه من كلام أو حركات بالعينين ونحوها وقول المصنف وفي مرمعنا أكثر من مرة أن المصنف إذا قال وفي أو وقال بزيادة الواو فإن هذا يدلنا على أن هذا قول والأصح خلافه وبناء على ذلك فإن الأصح خلاف ما ذكر صاحب الرعاية نبه على هذا المعنى منصور وغيره وذلك لم يذكر ما ذكره صاحب الرعاية صاحب المنتهى ولا الغاية قوله وفي الرعاية أي وذكر ابن حمدان في الرعاية أو حيوان غيره أي غير الآدم فيكره أن يصلي المرء وفي وجهه حيوان غير الآدم وهذا قلت لكم أنه المذهب أنه لا يكره وهذا يشمل كل حيوان فيجوز أن يصلي وأمامه حيوان طاهر في الحياة أو حيوان طاهر في الحياة وبعد الوفاة إذا ذكي كالشاه أو أن يكون الحيوان نجسا كالحمر والبغل وغيره وهذا التقسيم الثلاثي مفيد لنا في مسألة ستأتي بعد قريب نعم وما يلهيه من نار ولو سراجا وقنديلا ونحوه كشمعة موقدة نعم قوله ويكره أي ويكره أن يصلي وفي قبلته ما يلهيه من نار عبر المصنف بما يلهيه يدلنا هذا على أن هذا هو العلة والحقيقة أن هذا أحد العلتين وذلك أن أحمد وأصحابه يعللون في النهي تدلاتي إلى النار بعلتين كون النار ملهية وهذا واضح فإن الشخص إذا جلس أمامه النار فإن النظر إلى شعلتها والنظر إلى لحبها ملهية وكم يعرف الشعار أن النظر إليها تكون ملهمة في شعره في إنشادهم الشعرة ويعرف ذلك الشعار العلة الثانية وهي قضية عدم مشابهة المجوس لأنهم يعبدون النار ومعرفة هاتين العلتين مهم جدا لمعرفة ما يلحق بالنار لأن المصنف قال وما يلهيه من نار فما يلحق من النار مما يشبهه في هاتين العلتين أو في أحدهما ومما قد يلحق بهما ظاهرا وإن كانت العلة مختلفة ما يتعلق بالدفايات فهذه الدفايات في الغالب لا تلهي فإن هذه الدفاية سواء اشتغلت أو أطفئت فإن هيئتها وشكلها واحد فلا تكون ملهية وليست هي النار التي يعبدها المجوس وغيرهم فدل على أن هذه الدفايات الكهربائية أعني والغازية بالذات التي تعمل بالغاز أو ليست التي لها شهاب فإنها لا تكون داخلة في هذا المعنى نعم قوله ولو سراجا وقنديلا معرف القنديل هو المصباح الذي يكون من زجاج والسراج يصدق على القنديل ويصدق على غيره ولو لم يكن من زجاج وعبر مصنف قوله ولو إشارة لخلاف إسحاق بالرهوية فقد نقل عن إسحاق بالرهوية أنه يكره الصلاة إلى النار قال ولا بأس بالصلاة إلى سراج واستدل بقصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سراج وأن جاءت الفويسقة ولكن هذا الحديث محمول على أنها لم تكن في قبلته ولذلك نص أحمد على كراهة الصلاة إلى السراج والقنديل ونحوه وحمله ما يشغله نعم وحمله ما يشغله أي وحمله مصلي ما يشغله عن الصلاة فإنه يكون مكروها وإخراج لسانه وفتح فمه ووضعه فيه شيئا لا في يده وكمه نعم قال ومما يكره إخراج لسانه وفتح فمه ووضعه فيه شيئا هذه ثلاثة أمور يحتمل أن تكون ثلاث مكروهات ويحتمل أن تكون مكروهين فالاحتمال الأول وهو وارد أن يكون كل واحد من هذه الأفعال الثلاث مكروه على سبيل الانفراد فيكره إخراج لسانه سواء فتح فمه أو لم يفتحه لأن هذا عبث ولا يناسب ويكره كذلك فتح فيه فيكون فمه مفتوحا في صلاته من غير قراءة وهذا أيضا لا يناسب ولذلك فإن الميت يستحب كما سيأتينا انشار في الجنائز أن يعني يغلق فمه بعد وفاته قال ووضعه فيه شيئا بأن يضع في فمه شيئا في أثناء صلاته فإنه كذلك يكون مكروه هذه احتمال وهناك احتمال آخر أن إخراج اللسان يكون مكروها مع فتح فمه أو أن فتح فمه يكون مكروها إذا وضع فيه شيئا مع فتح الفم فيكون مجموع الأمرين والحقيقة لم أجد تصريحا وإن كان هناك الماحات الاحتمال تدل على الأول واحتمال تدل على الثاني ولكن هو محتمل من كلامهم وقوله لا في يده وكمه أي لا يكره أن يضع شيئا في يده فيكون في يده شيء يحمله مثل الخاتم يكون حمله في يده وكمه الكم قديما هو كم اليد كانوا يوسعونه ويضعون فيه أشياء أحيانا قد تصل إلى الكتب من سعة أكمامهم فيضعونها كالشنطة والمزادة يضعون فيها أغراضهم فإنه في هذه الحالة لا يكره قيده منصور بقيد قال إلا إذا شغله حمل شيء في يده أو في كمه عن كمال صلاته ولم نقل بكراهة حمل شيء في اليد لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمل أمامة في صلاته ونعلم القاعدة التي يستدل بها الفقهة كثيرا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يفعل مكروها فدل ذلك على أن حمل شيء في يده لا يكون مكروها وإلى متحدث ونائم وكافر نعم قوله وإلى متحدث أي ويكره الصلاة إلى متحدث لأنه ينشغل بحديثه ونائم أي الذي يكون راقدا أمام المصلي والمراد بالنائم هنا ليس المضطجع وإنما الذي غاب عقله بنومه وذلك أن المرأة إذا غاب عقله بنومه فإن هيئته في وجهه وتصرفاته في بدنه قد تشغل المصلي وقلت هذا لما لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد صلى وفي قبلته عائشة رضي الله عنها متجعة فلا يدخل ذلك في كونها نائمة وإنما هي متجعة وفرق بين النائم والمتجع هذه مسألة المسألة الثانية أنتم تعلمون أن النوم إحدى الموتتين وهو الموتة الصغرى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها الصلاة نافلة أو فريضة وفي قبلة المصلي ميت هل هي داخلة في الكراهة أم لا ذكر بن فيروز في حاشيته أنه لم يجد أحد النص على هذه المسألة وقال إنها محتملة ثم قال إن الظاهر أنه لا يكره ونقل عدم الكراهة عن أبيه هكذا قال استظهارا منه لعموم كلامهم ووجه استظهاره فيما يبدو قال لأنهم لم يذكرها أنا أقول لأنهم لم يذكروا الصلاة إلى وفي قبلة المصلي جنازة ولكن قد يقنط إذا نظرنا للمعنى فإذا كان النائم يكره الصلاة إليه فالمتوفى كذلك لأنه يشغل كثير من المصلي وهذا نحتاجه أحيانا إما أن يكون الميت لم يكفن فهو يكون على هيئته فهذا لا شك أنه مشغل في النظر إليه والحالة الثانية أن يكون مكفنا فقد يوجد الكفن أو الميت أمام المصليين في بعض المساجد ولا يوجد بينهم وبينه وبينهم حاجز فهل يتنفل أمامه أو نحو ذلك هذه المسألة التي أوردها المصنف أو أوردتها نقلا عن ابن فيروس لم يريدها المصنف نعم قوله وكافر أي ويكره أن يصلي في قبلته كافر هذه أطلقها المصنف وهذا يشمل إذا كان مستقبلا له بوجهه وإذا كان الكافر يستدبره يستدبره لأنه إذا كان قد استقبله بوجه داخل في الجملة الأولى إلى وجه آدمي والحقيقة أن هذه فيها إشكال الكافر ما العلة والمنع من كراهية الصلاة وفي قبلة المصلي كافر علل جماعة من الشراح ومنهم منصور بالنجاسة وهذا التعليل فيه نظر من وجهين الوجه الأول أن الكافر ليس بنجس كما مر معنا المذهب إن المؤمن لا ينجس قال ابن قدامة وهذا أو معنى كلام ابن قدامة أن هذا وصف طردي الإيمان والمراد إن الآدمي لا ينجس حيا ولا ميتا المعنى الثاني أنه قد سبق معنا قبل قلي وذكرت لكم أن المذهب لا يكره الصلاة إلى حيوان ولو كان نجسا في الحياة كالحمار والبغر ونحوه والكافر كذلك يكون نجسا بل ذاك الأول أشد نجاسة للاتفاق عليه وأما الثاني فإنه على التعليل على مشهور مذهب هو طاحر فنقول وذلك فإن بعض المتأخرين وجهها حاول أن يلطف العبارة منصور فقال يحتمل أن يكون المراد أن الكافر يكره الصلاة إليه لأنه يلابس النجاسة فهو دائما يكون في نجاسة على ثوبه وعلى بدنه فيكون التعليل هنا لأجل النجاسة لا لذاته وإنما لمضنة ذلك أو غلبته في جسده نعم واستناده بلا حاجة نعم قوله واستناده بلا حاجة أي يكره الاستناد بلا حاجة وذلك أن المصلي إما أن يكون قائما على قدميه إن كان قادرا على القيام فيجب ذلك فيمنع استناده بلا حاجة والاستناد ثلاث درجات إن كان بحاجة كما هو مفهوم الجملة فإنه جائز وإن كان بلا حاجة فيكون مكروها ما لم وهي الحالة الثالثة ما لم يكن الاستناد أو الاعتماد كبيرا جدا بحيث إذا أزيل الجدار أو أزيلة العصى المعتمد عليها سقط فإنه حينئذ لا يصح قيامه إن كان ممن يجب عليه القيام وهذا معنى قوله واستناده أي إلى جدار ونحوه بلا حاجة مكروه ومفهومها أو منطوقها كذلك أنه إذا وجدت الحاجة فإنه تجوز قال فإن سقط أي المستند بلا حاجة لو أزيل المستند عليه لم تصح صلاته لأنه حينئذ لم يكن قائما وما يمنع كمالها كحر وبرد ونحوه نعم قال ويكره أن يصلي حال ما يمنع كمالها كحر وبرد هذه الجملة الحقيقة فيها قيداني لم يذكرهما المصنف القيد الأول قوله كحر وبرد الحقيقة أن الحر والبرد ليس مانعين مطلقا ما لم يكون مفرطين شديدين يعني فلابد أن يكون مفرطين خارجين عن الحاجة يكون إفراطهما مشغلا المصلي عن صلاته هذا القيد الأول القيد الثاني أن قوله وما يمنع كمالهما الحقيقة أن الكراهة إنما هي متعلقة بأول الصلاة لباستدامتها فلو ترأ عليه الحر الشديد أو البرد الشديد في أثنائها فإنه لا يكره له ذلك وإنما يكره أن يبتدئ الصلاة حال الحر الشديد أو البرد الشديد ولذلك كانت عبارة مرعي في الغاية أجود حيث جعلها متعلقة بالابتداء وأظن صاحب المنتهى مثله وقول مصنف ونحوه أي ونحو الحر والبرد مما يكون مشغلا كالجوع والعطش ونحو ذلك وافتراش ذراعيه ساجدا نعم ويكره افتراش ذراعيه ساجدا لثبت ذلك عند الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه ومعنى الافتراش هو أن يمد يديه على الأرض ملصقا لذراعيه بها أي بالأرض فيلصق ذراعيه بالأرض هذا هو الافتراش المنهي عنه وقوله ساجدا أي حال سجوده يكون الافتراش المنهي عنه إنما هو في حال السجود وإقعاؤه وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الإقعاء والإقعاء له ثلاث صور أورد المصنف صورة وأغفل صورتين وفي إغفاله الصورتين معنا مهم سأورده عندما أذكر الصورة الثلاث الصورة الأولى ما ذكره المصنف واقتصر عليه هو وصاحب المقنع وصاحب التنقيح والمبدع وغيرهم اقتصروا على هذه الصورة قال وهو أن يفرش بكسر الرأي ومر معنا أنه يصح ضمها بل إن الأفصح ضمها بأن يقول بأن يفرش من باب قتل يقتل يقتل فهو تكون يفرش فتكون أفصح لأنه من باب قتل يقتل فرش يفرش نعم قاله أن يفرش ويصح يفرش ولكن أفصح أن تكون بالضم ومرت معنا في الدرس الماضي وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه معنى أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه يجعل عقبيه منبسطتين على الأرض إما أن يكون أطراف الأصابع متقابلة متقابلة أطراف الأصابع فيجعل الرجل اليمنى منفرشة وأصابعها إلى يساره ورجل اليسرى منفرشة وأطراف أصابعها إلى اليمين المصلي ثم تكونان متقاربتين ويجلس على العقبين والمراد بالعقب كما تعلمون هو آخر الرجل فهذه الصورة التي أوردها المصنف فتكون مكروهة هذه الصورة تكون مكروهة وهذه هي التي نصوا عليها وأكدوا عليها الصورة الثانية وهو أن ينصب قدميه ليس لا يفرش قدميه وإنما ينصب قدميه فيجعلهما منصوبتين نعم قبل أن أن تقلل الصورة الثانية أيضا فرش القدمي لها احتمال آخر لكنه صعب جدا يصعب فعله إلا لبعض الأشخاص الذي عنده ليونة في قدميه يفرش قدميه بالأكس فيجعل رجله اليمنى مفروشة وأطراف أصابعها لليمين واليسرى مفروشة وأطراف أصابعها لليسار هذه صعبة أغلب الناس ما يستطيعها ثم يجلس على العقبين هذا صعب جدا لكن أناس لهم يعني ليونة في مفاصلهم يستطيعون فعل ذلك فتدخل كذلك في هذه الصورة الصورة الثانية نعم التي لم يريدها المصنف هي أن ينصب قدميه ويفرق القدمين ويجلس بإليته على الأرض فيكون إقعاء كإقعاء الكلبي هذا تفسير أهل اللغة والتفسير الأول هو تفسير أهل الفقه كما قال أبو عبيد القاسم السلام رحمه الله تعالى ولا شك أن تفسير أهل اللغة مكروه لا شك أنه مكروه كما بين ذلك البعلي في المطلع وغيره ولكن الفقه لم يوردوه ليس لجوازه وإنما لأنه متأكد هذه الصورة الجلس على الإليه لا شك أن الجميع لا كرهاته بقيت عندنا الصورة الثالثة هي التي يعني سيأتي الإشكال فيها الصورة الثالثة هو أن ينصب قدميه اليمنى واليسرى ويجعلهما متقاربتين ويجلس على عقبيه لا يجلس على الأرض ليتيه فيفرج القدمين وإنما تكون متقاربة ويجلس على العقبين وهذا يفعلها كثير من الناس كما تعلمون هذه الصورة لم يردها المصنف فمفهوم كلام المصنف أنها جائزة وأورد هذه الصورة كثير من أصحاب أحمد ومنهم صاحب المنتهى والغاية فذكروا أنها صورة أخرى من صور الإقعاء المكروه في الصلاة والحقيقة أن هذه الصورة ورد في صحيح مسلم أن الجلوس بها سنة إذا كان بين السجدتين خاصة دون جلسة التشهد ولذلك ذكر ابن مفلح أن هذه الصفة الثالثة ذكرت لكم قبل قليل قيل مكروهة وقيل سنة ولذلك لما وجد هذا الاختلاف فإن بعضا من أهل العلم كرهها وبعضهم سكت عنها ولعل الأقرب وهذا الذي سمعته من الشيخ عبد العزيز بن باز التفريق بين حالتي المصلي فإن كان في التشهد فهذه الصفة تكون مكروهة وإن كان في الجلسة بين السجدتين فإنها لا تكون مكروهة ويحمل عليها الحديث الذي ورد عنده عن ابن عباس رضي الله عنه في ذلك نعم وابتداؤه حاقنا من احتبس بوله أو حاقبا من احتبس غائطه أو معريح محتبسة ونحوه نعم قوله ويكره ابتداؤه الصلاة وذكرت لكم أن الصلاة في حال الحر والبرد عطف بعض المتأخرين باب الدقة مسألتها على هذه المسألة فيكون الجميع متعلق بالابتداء قوله حاقنا الحاقن هو من احتبس بوله فلم يخرج فيكون محتاجا لإخراج بوله فيكون ذهنه مشغول بذلك ومثله الحاقب بالباء وهو من احتبس غائطه وأما من احتبس بوله وغائطه معا فهو الذي يسميه أهل اللغة بالحاقم بالحاقم بالقافي والميم وقوله مصنف أو مع ريح محتبسة بحيث يكون معه ريح محتبسة ليس من باب أن فيه استطلاق الريح فإن صاحب استطلاق الريح لا ينتقض وضوءه بها فإنه يكره أيضا كذلك ويسمي أهل اللغة من كان مدافع عن الريح بالحازق إذن عندنا حاقم وحاقب وحاقم وحازق هؤلاء أربعة أوردهم مصنف على سبيل إجمال أو تائقا إلى طعام أو شراب أو جماع فيبدأ بالخلاي وما تاق إليه ولو فاتته الجماعة تعبير المصنف أو تائقا هذه المسألة من ما ذكره بن قندس في حاشيته أن بعض الفقهاء يعبر بالتائق وبعضهم يعبر بالمحتاج إليه فمن عبر بالحاجة معناها التوقان وزيادة وأما التوقان فإنه يكون دون ذلك وفصل في ذلك بن قدس في كلام في غاية النفاسة في حاشيته على الفرو نعم ما لم يضيق الوقت فلا يكره بل يجب ويحرم اشتغاله بالطهارة إذن نعم قول مصنف يبدأ بالخلاء ومتاق إليه قبل الصلاة مراده ولو فاتته الجماعة فحينئذ يكون ذلك عذرا لفواتي ترك الجماعة والقاعدة أن كلما أبيح له ترك الجماعة فإنه يكون مبيحا للجمع وكلما كان مبيحا للجماعة ترك الجماعة فإنه يكون مبيحا لترك الجمعة إلا في صور مستثنى سيأتينا إن شاء الله تفسيرها في محلها بإذن الله قول المصنف ما لم يضيق الوقت المراد بالوقت هو وقت الاختيار ليس الوقت مطلق مطلقا وإنما وقت الاختيار وهذا التقييد نبه عليه عثمان رحمه الله تعالى الشيخ عثمان نبه على هذا الأمر وبناء عليه فإذا ضاق وقت الاختيار للصلاتين التي فيها وقت اختيار واضطرار وهما العشاء والعصر فإن الحكم فيه يكون مختلفة طبعا المراد بالوقت وقت الصلاة المكتوبة قوله فلا يكره أي فلا يكره حينئذ أن يبتدئ الصلاة حاقنا أو حاقبا أو حازقا أو تائقا إلى طعام ونحوه قال بل يجب أي بل يجب عليه أن يصليها لأن إدراك الوقت أولى من غيره ثم قال المصنف ويحرم اشتغاله بالطهارة إذن هذه الجملة سأشرحها على سبيل إجمال ثم سأورد محل إشكال كبير قوله ويحرم اشتغاله بالطهارة إذن إذن أي حيث ضاق الوقت فيحرم عليه الاشتغال بذلك وهنا عبر المصنف بقوله بالطهارة وكثير من المتأخرين أتوا بعبارة أجود فقالوا ويحرم عليه الاشتغال بغيرها وهذه عبارة المنتهى والغاية وهي أدق من جهته الجهة الأولى أنها تشمل ما ذكره المصنف وتشمل غيره فيحرم عليه حينئذ الاشتغال بالأكل ويحرم عليه الاشتغال بالشرب ويحرم عليه غير ذلك من الأمور الأمر الثاني أن تعبير المصنف فيحرم عليه الاشتغال بالطهار غير دقيق وذلك أنه تقدم معنا إن كنتم تذكرون أنه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لمشتغل بشرطها يحصل قريبا وأطلنا في الكلام عليه وذكرت لكم كلام الموفق والشيخ تقيدين في المسألة فإن من كان الشرط قريبا فإنه يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها فكيف هنا يقول ويحرم عليه الاشتغال بالطهارة فيجاب عن ذلك أن مراد المصنف بقوله بالطهارة هنا الذي هو قضاء الحاجة أو أن مراده بالطهارة الطهارة المندوبة أو ما لا يدخل فيما سبق ذكره في شروط الصلاة هناك إذن فعبارة غيره أدق من عبارته للسببين الذين أوردتها قبل قريب ويكره عبثه وتقليبه الحصى ومسه الضمير يعود إلى الحصى لأن هذا من العبث فإذا كان في الخطبة فمن باب خطبة الجمعة أثناء خطبة الجمعة فمن باب أولى أثناء الصلاة ووضع يده على خاصرته نعم وضع يده على خاصرته هذا النهي عن في الصحيحين من هيثبي غريرة وهو المسمى بالتخصر التخصر هو وضع يد على الخاصرة والخاصرة هي أسفل البطن فيجعل يده على خاصرته من الجانبين وتروحه بمروحة ونحوها يعني يكره أن يتروح بمروحة المراوحة التي نعرفها وإلى عهد يعني ليس بالبعي جدا كانت المساجد فيها مراوح قبل أن تأتي هذه المكيفات فيتروح الناس بها هذه في أثناء الصلاة مكروه وإلا أن يكون كثيرا فقد يؤدي إلى بطلان الصلاة كما سيأتي وقد يكون مباحا إذا وجدت الحاجة كما سيأتي في كلام مصنف وهذا معنى قوله يكره بمروحة ونحوها مما يتروح به كمنديل أو كرتون أو نحو ذلك إلا لحاجة كغم شديد ما لم يكثر قوله إلا لحاجة كغم شديد هذه صورة الحاجة التي ترتفع فيها الكراه وهي الغم الشديد والحقيقة أن قول المصنف ومن سبقه كغم شديد لم أجد أحدا من الفقهاء فسر معنى الغم والذي يظهر أن مرادهم بالغم ليس هو الذي يكون في معنى الهم والحزن لأن من كان مصابا بالهم والحزن فإن تروحه بمروحة لا ينفعه في شيء ولقال لنفخ لكان أهو وهذا واضح من عداتنا كما نعلم جميعا أن الهم والحزن لا ينفع فيه التروح بمروحة الذي يظهر والله أعلم أن مراده بقوله كغم شديد أي كحر شديد ويذلك يقول أهل اللغة إن العرب تقول غم يومنا غما وغموما أي إذا اشتد حره حتى كاد يأخذ بالنفس فهم إذا قالوا غم اليوم أي أصبح الحر شديدا فلا يستطيع أن يتنفس يعني فيه كتمة ليست حرارة فقط بل حرارة وقلة هوى مكتوم يعني مثل سيأتنا عندنا تعرفون أن عندنا موسمان في السنة متقاربان أحد الموسمين الذي نعيش فيه الذي يسمى بطباخ الرطب ثم بعده موسم أشد يسمى بطباخ التمر لا يكون فيه هواء فتكون هناك كتمة شديدة جدا هذا هو الغم الشديد الذي تسميه العرب حيث يجتمع الحر وعدم يعني حتى أن الشخص لا يكاد يتنفس من شدة الكتمة فهذا الظاهر هو مرادهم لا ظاهر ما يفهم أن المراد بالغم يقابل الهم والحزن وقول المصنف ما لم يكثر أي ما لم يكثر التروح بالمروحة ونحوها كالمنديد فإنه في هذه الحالة قد يؤدي إلى البطلان بطلان الصلاة ومتى يؤدي إلى بطلان الصلاة إذا اجتمع فيه قيدان سيأتي هذين القيدين أن يكون التروح كثيرا وأن يكون متواليا لأن الحركة الكثيرة المتوالية لغير حاجة تكون مبطلة للصلاة هذه قاعدة ستأتينا إن شاء الله في محلها بعد قليل إن شاء الله نعم لا مراوحته بين رجليه نعم قوله المصنف لا مراوحته بين رجليه فتستحب أي فتستحب المراوحة وقد ثبت عن جمع من الصحابة أنهم استحبوا المراوحة بين القدمين ومعنى المراوحة أن المصلي يعتمد على إحدى قدميه والثاني لا يعتمد عليها ليس معنى أنه يرفعها فيكون على رجل واحد لا هذا منهي عنه وإنما يعتمد على أحد قدميه ثم بعد قليل يعتمد على الرجل اليسرى وهكذا وهذه استحبها بن مسعود وفعلها جمع من الصحابة كابن عباس وبن عمر وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلمنهم مخالف فالتروح مستحب وقول المصنف لا مراوحته بين رليه فتستحب ظاهر عبارته أنها مستحبة في الفريضة والنافلة ومستحبة كذلك مطلقا يعني لا فرق بين الفريضة والنافلة وكثير من فقهاء أصحاب الإمام أحمد قيدوا الاستحباب فيما إذا كانت الصلاة طويلة مثل قيام الليل لأن الوالد عن الصحابة إنما هو في الصلاة الطويلة وأما الصلاة القصيرة فإن المراوحة قد يكون ليس فيها فائدة كبيرة جدا خاصة صلاة قصيرة وهذا القيد الذي أورده بعضهم لعله مراد من أطلق إذ المراوحة ليست مستحبة مطلقا إلا عند للراحة وقد فعلها الصحابة رضوان الله عليهم في قيام الليل المراوحة واضحة أظنها ليست بالصعبة يفعلها كثير من الناس وهي سنة فعلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم فتستحب كتفريقهما وتكره كثرته نعم قوله فتستحب كتفريقهما الكاف كاف التشبيه أي أن هناك أمر آخر مستحب وهو تفريق القدمين حال القيام وحال السجود مر معنا في السجود أنه مستحب التفريقها تكلمنا عنه قبل في صفة الصلاة فهنا قال كتفريقهما من باب التأكيد وكذلك في حال القيام والتفريق بين القدمين عدم إلصاقهما حال القيام وحال السجود فإن الأولى عدم الإلصاق وإنما التفريق ومر معنا دليله ولم أجد مقدارا للتفريق بينهما إلا ما ذكره بعض المتأخرين ونسبه لبعضهم ولم يسمه ولا أدري من يقصد بهؤلاء البعض فقد ذكر ابن العماد في شرحه على الغاية أنه نقل أن بعضهم قال ويستحب التفريق القدمين بمقدار شبر ولا أدري عن من نقله في الحقيقة وهذا لا شك أنه قصور بحث مني من جهة ومن جهة أخرى أظن أن سبب تقديرهم بالشبري هو أنهم ينظرون لمعهود الشارع فقد قدر الشارع بالشبري في مواضع وهم قاسوه عليه في مواضع وإن كانت على خلاف المشهور مثل ما مر معنا في نجاسة الدم والقيل نعم قوله وتكره كثرته أي كثرة المراوحة بين القدمين فإن كثرة المراوحة مخلة بهيئة الصلاة فتكون مكروهة وهكذا شرحها العلماء ويمكن أن يقال ويكره أيضا كثرة التفريق بين القدمين فبعض الناس قد يفرق بين قدميه جدا فيكون هيئة هريست بالمناسبة للصلاة وقد تكون مؤذية له في أثناء صلاة لم أرهم نص على ذلك ولكن يعني يحتمله كلام المصنف بأن يعود للأمرين وهذا ظاهر من جهة المعنى حيث أن تفريق القدمين تفريقا كبيرا قد يؤدي إلى فوات الخشو نعم وفرقعة أصابعه وتشبيكها ولمس لحيته نعم فرقعة الأصابع والتشبيك مر معنا حديث أثر علي رضي الله عنه والتشبيك هو إدخال بعض الأصابع في بعض ولمس لحيته يعني أي كثرة لمس اللحية ولأنها حركة بلا حاجة ونفخه أي نفخه الهواء من فيه لأن هذا النفخ منهي عنه لأنه ربما يؤدي إلى الكلام لأنهم قالوا إن أقل الكلام ما بان فيه حرفان فقد ينفخ في صلاته فيظهر الحرفان كأن يقول أف ونحو ذلك واعتماده على يده في جلوسه من غير حاجة نعم طبعا هنا قبل الاعتماد على اليد هذه الفرقعة والتشبيك ولمس اللحية والنفخ هي مكرهات مفهوم القاعدة التي أوردتها قبل أنه إذا وجدت حاجة إلى ذلك فإنها ترتفع الكراها إذا وجدت حاجة وقد عددوا صورا من صور الحاجة فمنها أن يجمع بين يديه ليعتمد عليهما إذا كان عاجزا في القيام فقد شبكوا بين أصابعه هكذا ذكر بعض المحشين المتأخري وذكر بعضهم كذلك أنه قد يكون من الحاجة أن يكون حال الهم مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما انفتل من صلاته فشبك بين أصابعه أيضا ذكر هذا بعض المحشين والعلم عند الله الأمر الثاني أنه مر معنا أن كثرة هذه الأفعال المكروهة السابقة قد تؤدي إلى البطلان فهل تبطل الصلاة بكثرة الفرقعة والتشبيك ومس اللحية أم لا نعم نص على ذلك صاحب الغاية فذكر مرعب يوسف أن الصلاة تبطل إذا كثرت هذه الأمور وهي الفرقعة والتشبيك والعبث بشرط أن يكون هذه الكثرة متوالية عرفها نعم قال المصنف اعتماده على يده في جلوسه من غير حاجة نعم ثبت فيها حديث ابن عمر عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده فأثناء جلوسه سواء بين السجدتين أو في التشهد الأول أو الثاني لا يجلس معتمدا على يده وإنما يكون معتمدا على جلوسه بصفة الجلوس الافتراش أو بصفة جلوسه التي سبق ذكرها في التورق ومعنى الجلوس على يد كما تعلمون أن يعتمد فيجعل معتمدا على يده اليمنى واليسرى إلا أن يكون عنده حاجة كجرحم في قدمه فيعتمد على يده فلأجل حاجة ترتفع الكراها نعم وصلاته مكتوفا وعقص شعره نأخذها واحدة قوله وصلاته مكتوفا هذا المكتوف فيه دليل أن نهي عنه وهو ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي عاقدا رأسه فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يصلي كذلك كمثل الذي يصلي وهو مكتوف هذا الحديث أنا أوردته مع من قصد عدم إرادة الأدلة لكي نفهم أن قوله مكتوف تحت من احتمالين إن كان المقصود بالمكتوف ما شبه به النبي صلى الله عليه وسلم فيكون المكتوف ومعقوص الرأس سواء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معقوص الرأس مثله كمثل الذي يصلي مكتوفا فكأنه فسره به هذا احتمال وحينئذ فيكون مكرها ويحتمل أن يكون قد قصد بالمكتوف المكتوف حقيقة فحينئذ لا بد أن نرجع لمعنى المكتوف والمكتوف في تفسيره معنيا المكتوف الذي شبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة المعقوص الرأس به الاحتمال الأول ما ذكره ابن نصر الله أن المكتوف هو الذي لا تسجد يداه فلا تقع يديه على الأرض عند السجود فحينئذ يصلي على هذه الهيئة وهذا التفسير من ابن نصر الله يدل على أن المكتوف باختياره لا تصح صلاته لأن يديه لا تقعانع على الأرض فحينئذ لا تصح صلاته فلا يكون المكتوف بهذا المعنى مكروها وإنما يكون محرما إذا تعمده هذا الأمر الأول الأمر الثاني ما ذكره بعض المشايخ المتأخرين وهو الشيخ محمد ابن صالح بن ثيمين أن المكتوف هو الذي يضع يديه على كتفيه في صلاته فبدل أن يضع يديه تحت سرته أو على سرته ومر معنى الأثر في ذلك وأن يضع يديه على كتفيه في صلاته بهذه الصفة وهذا محتمل لكن الذي شبه به النبي صلى الله عليه وسلم كلام بن نصر الله قد يكون أقرب لأن المقصود هو التعريل لكي يسجد بشعاره إذن هذا معنى مكتوف وذكرت لكم المعنيين والمعنى الثاني يحتمل تفسيري كذلك ثم قول المصنف وعقص رأسه وعقص شعاره ومعنى عقص الشعر قالوا هو إدخال أطراف الشعر في أصول الشعر فيعجله معقوسا فيكون شعاره على شكل الدائرة فيرجع يعني أطراف شعاره إلى أصوله وهذه الطريقة التي يفعلها بعض الناس تجعل شعاره ثابتا فإذا سجد لم يسجد معه على الأرض فلم يسجد شعاره على الأرض وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث بحيث أنه إذا عقص رأسه بهذه الصفة إذا سجد لم يسجد معه شعاره وهذا لا يدخل فيه من لبس عمامة وجعل الشعر يعود إلى آخر رأسه أو طاقية أو نحوه فإن هذا سواء كان شعره على مقدم رأسه أو على آخره لا يسجد معه إنما الذي يكون منهيا عنه أن يعقص شعاره حال سجوده لكي لا يصل شعره إلى الأرض ووصول الشعر إلى الأرض إذا لمن كان له شعر طويل يعني فيه مثوبة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وكفه وكف ثوبه ونحوه نعم قوله وكفه أي وفو الشعر والحقيقة أن كثيرا من أنفقها يفسرون كفه الشعر بعقصه وذلك يقول بالرجب رحمه الله تعالى إن هذا نص كلامي أبي الفرج بالرجب إن كفه الشعر المنهي عنه تارة يكون بعقصه وتارة يكون بإمساكه أن يقع على الأرض في سجوده أي من غير عقص فيمسكه بيد أو بنهوه قال وكل ذلك منهي عنه كل هذا منهي عنه إذن فقول مصنف وكفه في الحقيقة هو من باب عطف الكل على البعض فعلى تفسير بالرجب فإن العقص هو صورة من صور الكف وإن كان غيره يجعله من باب المتردف وأما قوله وكف ثوبه معنى كف الثوب أي الذي يلبسه سواء كان إزارا أو عباءة أو نحو ذلك بأن يجمعه ولا يجعله يسجد على الأرض ثوبه لأن من يجمع ثوبه أو يجمع شعاره بهذه الطريقة قد يكون فيها نوع كبر فيسجد المرء بشعاره وبثوبه هنا قبل أن نكمل كلام المصنف هذا مكروه وكل مكروه يزول مع الحاجة فإذا كان بعض الثياب مثل البشت لأنه مفتوح من أمامها العباءة إذا لم يكفه حال سجوده لربما سقط به إذا قام فإنه ترتفع به الكراحة معلوم أن العباءة البشت التي تنلبسه لأنها خفيفة وليس الثقيلة كالوبر وغيره الثقيل إذا لم يعني يكفه في أثناء السجود ربما يسقط ويطأه حال القيام فيكون مؤذيا له فحين إذن نقول لو علم ذلك فإنه ترتفع الكراحة لأجل حاجة نعم وتشمير كمه ولو فعلهما لعمل قبل صلاته نعم قول وتشمير كمه التشمير كم ماضح الكم هو الذي يكون على على اليد ويشمره بأن يكف الثوم يكف ثوبه فهذا يكون نوع من نوع التشمير فينقصه بهذه الصفة التي أوردت لكم إذن هذا يسمى كف أو كف وهو صورة من صور كف الثوب أيضا كف الكم وقول المصنف ولو فعلهما لعمل قبل صلاته أهل العلم لهم مسلكان في النهي عن كف الثوب بمعنى كف الكم وهو صورة من صور كف الثوب وكف الشعر بعضهم يقول إنه منهي عنهما منهي عن فعلهما في أثناء الصلاة أي منهي عن ابتداء فعلهما ومن أهل العلم من يقول هو منهي عن استدامتهما في الصلاة وهذا الذي عليه اعتماد مذهب أحمد خلافا لمالك فإن مذهب أحمد المشهور فكلا الأمرين لأجله وبناء على ذلك فإن قول المصنف ولو يفيدنا أن الكراهة تشمل ابتداء فعلها وتشمل استدامتها وتعبير المصنف ولو إشارة الخلافة ذكرت لكم قبل قريل أظنه عن مالك وهي الواية عن أحمد وقوله قبل صلاته أي قبل تكبيره تكبيرة الإحرام في صلاته ودخوله فيها وجمع ثوبه بيده إذا سجد نعم قول المصنف وجمع ثوبه بيده إذا سجد ظاهر كلا المصنف أنها مكروه مستأنف والصواب أن جمع الثوب بيده هو بمعنى كف الثوب وهذا هو منصوص أحمد فقد نقل أبو بكر الخلال في كتاب الأمر المعروف والنهي على المنكر من كتابه الجامع أن أبو العباس ذكر أن أحمد صلى خلف رجل فقال له فكف جمع ثوبه بيده عند سجوده فذكر له أحمد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن كف الثوب ففسر أحمد كف الثوب بجمع الثوب باليد عند السجود وهذا منصوص أحمد فحينئذ يكون هو المرد ولا شك وأن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه شعار الرافض نعم هذا واضح وتعبير المصنف لأنه شعار الرافض دل على أن هذا الحكم معلل بعض المحشين قالوا هذا التعليل ينتفي في صور معينة فأوردوا صور معينة إذا انتفت فإنها لا تكره ذكروا صورتين يرجع لها في حواشيهم نحت الصورتين قالوا يعني يكون شعار الرافضة لمن اتهم بأن يكون متهما بذلك فلا يفعله ومن لم يتهم فلا والظاهر الإطلاق مطلقا وإن لم توجد هذه الصورتين لا الصلاة على حائل صوف وشاعر وغيرهما من حيوان كما تنبته الأرض ولا على ما يمنع صلابة الأرض نعم يقول لا يكره الصلاة على حائل ليس خاصا بالجبهة وإنما يكون حائل من صوف وشعر وغيرهما سواء من حيوان يصلي على ظهر حيوان طاهر في الحياة مثلا كما تنبته الأرض أي كما لو صلى على شيء إن تنبته الأرض كزرع ونحوه قال ولا على ما يمنع صلابة الأرض من سجاد ونحوه مثل الذي نصلي عليه الآن من السجاد وغيره بشرط أن يكون قد استقر تستقر الأعظم السبع عند السجود ومر معنا صفة الاستقرار في محله ويكره التمطي نعم قول المصنف ويكره التمطي التمطي ثبت النهي عنه كما نقل ابن بشيبة عن سعيد المسيب وعن إبراهيم النخعي بل ذكر إبراهيم النخعي طبعا عند سعيد المسيب أنها عامة في الرجل والمرأة وقال إنها تنقص الصلاة وإبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون التمطي عند النساء في الصلاة فدل على أنه أكثر في النساء منه عند الرجال ما المراد بالتمطي ذكر صاحب القاموس وشرحه التاج أن التمطي هو التمدد وذلك فإن بعض المحشين المتأخرين وهو الشيخ عبد الرحمن بن قاسم فسرها باللغة العامية فقال إن المراد بالتمطي هو التمغط الشخص قد يتمغط أحيانا والتمغط قد يكون عند الكسل قد يكون عند الإرهاق فيمد جسده يديه يمينا وشمالا أو علوا وسفلا وقدميه وهكذا أو جسده بالكلية هذا يسمى التمطي وهو المكرور هو التمغط كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته نعم وإن تثاؤب كظم عليه ندبا نعم وإن تثاؤب في صلاته كظم أي حبس فماه عن الانفتاح ندبا يندب له ذلك فإن غلبه استحب وضع يده على فيه نعم قوله فإن غلبه أي غلب المصلي التثاؤب ولم يستطع كظمه استحب للمصلي وضع يده على فيه فلا ينفتح فاه وقد مر معنا قبل قليل أن فتح الفم مكروه في الصلاة وهذا كذلك منه وأي اليدين يستحب وضعها يعني لم أقف حقيقة على من نص على ذلك من فوقها إلا ما ذكره السفارين وقبل عبد الحي أنه يستحب أن توضع اليد اليسرى ذكرها في التثاؤب ولم يذكرها في الصلاة ولكن ذكر بعضهم أنه يستحب أن تكون اليسرى نعم ويكره مسحو أثر سجوده نعم هذا ثبت في حديث عند ابن ماجة من حديث أبي هريرة فقد ذكر أن من الجفاء أن يمسح أثر السجود وأن يكتب أو يعلق في قبلته شيء نعم لأنه إذا كتب شيء في قبلته قد ينشغل بقراءتها لا وضعه في الأرض نعم لا وضعه في الأرض لأن وضعه في الأرض أهون من ذلك ولذلك كره التزويق وكل ما يشغل المصلي عن صلاته نعم حتى ربما قد تكون هذه الساعات التي توقت وقت الأذان وكم بقي مدة الصلاة قد تكون مشغلة وذلك الأولى تركها الأولى تركها ولو كانت الساعات في غير القبلة لكان أولى الحقيقة ويكتجد المصلي في أثناء الصلاة ينظرون إلى الساعة ينظرون كم مضى من الوقت كم تقص وذلك فالأولى أن لا يكون في قبلة المصلي شيء قال أحمد كانوا يكرهون أن يجعلون في القبلة شيئا حتى المصحف لكي لا ينظر إليه لكي لا ينظر إليه مع أن الصحابة تبت أنهم كانوا يجعلون المصحف على استوانة وتسمى استوانة المصحف وهي معروفة خلف محراب النبي صلى الله عليه وسلم يسيرا على اليسار وهي التي كان يقصدها سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فيصلي عندها تسمى استوانة المصحف لأن عثمانة رضي الله عنه كان قد جعل المصحف عريها لكنها ربما مرتفعة ربما كانت في مكان مرتفع وليست في قبلتهم فتشغلهم بالنظر فتكون مرتفعة والمرتفع أهوى مما يكون في حدود النظر وتسوية التراب بلا عذر نعم وهذا لو ألحقها بالحصل كان ألطف ولكنه فرقها المصنف أظن والعلم عند الله لأن المصنف له أكثر من إخراجه للإقناع فربما زاد في بعضها نبه موسى نبه منصور في أكثر من موضع أن الإقناع له أكثر من نسخة وتكرار الفاتحة في ركعة نعم ويكره تكرار قراءة الفاتحة في ركعة إذا صحت قراءتها لأن من أهل العلم من أبطل الصلاة بتكرارها لأنها تكرار ركن وتكرار الركن يرى أنها مبطل مثل تكرار السجود والركوع وغيره والصواب أنها ليست مبطلة لأن هناك فرقا بين الركن الفعلي والركن القولي فإن القولية لا يخل بهيئة الصلاة فتكراره لا يبطل بينما الفعل يخل بهيئة الصلاة فيكون مبطلا وإذلك فإن كراهة تكرار الفاتحة هو لمراعاة الخلاف نعم وفي المذهب والنظم تكره القراءة المخالفة عرف البلد أي للإمام في قراءة يجهر بها لما فيه من التنفير للجماعة نعم قوله هو في المذهب هذا الكتاب المذهب هو لابن الجوزي ونسبه مرة أو نسب هذا الكتاب مرة المرداوي للأب أبي الفرج ومرة نسبها لابنه يوسف أبي المحاسن فقد يكون هناك كتابان وليس كتابا واحدا وهذا القول الذي نقله المصنف عن المذهب لابن الجوزي والنظم لابن عبد القوي لأنه إذا أطلق النظم فهو النظم لابن عبد القوي وهو نظم المقنع جزم به كثير من المتأخرين وإن كان المصنف لم يجزم به لأنه قال وفي لكن جزم به في الغاية وغيره قال تكره القراءة المخالفة عرف البلد للإمام لأن الإمام تسمع قراءته وأما المنفرد فيصل لوحده كما شاء وكذلك المأموم قال في قراءة يجهر بها لما فيها من التنفير للجماعة تنفيرهم وظنهم به الظن السي وبعض الناس قد يعني يأتي بقراءة غريبة عن البلد ويكون فيها حظ نفس لكي يخبر الناس أنه يعرف ما لا يعرفون وهنا مسألة مهمة يجب على الإمام أن لا يغرب على الناس في كل الأمور لا في الصلاة ولا في المسجد ولا في غير ذلك وقد جاء في حديث عند الدالمي إن صحا أن في آخر الزمان يأتي الرجل فيقول قرأت القرآن فلم أتبع لم يأتي للأناس لاتبعونني ويأخذون بقولي قال فيحدث لهم حدثا ليتبع وذلك في آخر الزمان يكثر إحداث بعض الأمور الغريبة والمستنكرة التي تلفت الأنظار للشخص وأنا أتكلم هنا عن طلبة العلم والمنتسبين إليه ولا أتكلم عن عوام الناس وإذلك يجب على الشخص أن يكون دائما متمسكا بما عليه سلف هذه الأمة وأن لا يخالف عرف بلده في الجملة ما لم يكن عرفهم خطأ أو أن عرفهم مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه مسألة أخرى ومر معنا كيف يكون الفعل إذا كان كذلك ومن أتى بالصلاة على وجه مكروه يستحب أن يأتي بها على وجه غير مكروه ما دام وقتها باقيا لأن الإعادة مشروعة لخلل في الأول نعم هذه المسألة وهي إعادة الصلاة في الوقت الإعادة عند أهل العلم نوعان الإعادة والإعادة في الوقت فإذا أطلقوا الإعادة فإنهم يعنون أن الفعل باطل لأن الفعل لا يحكم عليه بالإعادة إلا أن يكون غير صحيح وهذا مر معنا في درس الأصول إن كنت تذكرون وهذا يختلف عن إذا قالوا يعادوا في الوقت فإنهم إذا عبروا بأنه يعادوا في الوقت فإن الفعل الأول صحيح لكن إعادته مستحبة ولكن معادته مستحبة والإعادة في الوقت تعرف عند مذهبين مالك وأحمد ومالك أوسع من أحمد لكن عند أحمد كثير أو في صور أقل طبعا لكن في صور متعددة يحكم بها لكن أقل من المالكية من صور التي يستحب إعادة العبادة الواجبة في الوقت قالوا من أتى بالصلاة على وجه مكروه على وجه مكروه بأن أتى بها في صفة مكروه لا أنه أتى بمكروه واحد من مكروهاتها السابقة ولكن يكون على وجه بحيث يكون أغلب الصلاة على هيئة مكروه قال المصنف استحب أن يأتي بها على وجه غير مكروه فيعيد هذه الإعادة في الوقت تسمى الإعادة في الوقت الأولى حصل بها الإجزاء والثاني على سبيل الاستحباب والنتب فتكون هذه مستثناتا من إعادة من تكرار فعل الواجب إذ القاعدة الكلية أن كل واجب لا يشرع تكراره ولا إعادته إذا كان صحيحا في أوله إلا في مواضع معدودة ورد فيها الإعادة في الوقت وقول المصنف استحب أن يأتي بها على وجه غير مكروه يعني يفعلها بإزالة ما فعله من كراها كالاعتماد ونحوه قال منصور ظاهر ذلك أنه يعيدها ولو صلى منفردا مع أن صلاة الأولى جمعه وكذلك يعيدها ولو كان الوقت وقت نهي كمن صلى العصر ووقت النهي لصلاة العصر يبدأ بعد صلاتها وقد صحت صلاته الأولى فيكون الوقت وقت نهي لكن بين هو وغيره أن ما ذكروه في أوقات النهي وسيأتي إن شاء الله لا يوافق هذا الظاهر وهذا نطبق عليه قاعدة عند المتأخرين أنه إذا تعارض مفهوم الذي هو الظاهر مع منطوق في موضع آخر قدم المنطوق عليه وعلى ذلك فإنه يأتي بها على وجه ما لم يكن الوقت وقت نهي فلا يعيد صلاة الفجر ولا يعيد صلاة العصر لأن الوقت بعدهما وقت نهي طبعا هذه المسألة أردها المصنف وأيده عليها منصور وأيده عليها أيضا مرعي ولم يذكرها صاحب المنتهى نعم ولا يكره ولا يكره جمع سورتين فأكثر في ركعة ولو في فرض نعم قوله ولا يكره جمع سورتين في أكثر في ركعة بأن يقرأ سورتين من أقصرها قل هو الله أحد والفلق قوله ولو في فرض هذا إشارة للرواية عن أحمد منصوصة نقلها إسحاق بن منصور كوسج أن أحمد كره الجمعة بين سورتين في صلاة الفريضة وهذه الرواية جزم بها أبو الخطاب في كتابه ليداية والموفق في المقنع وأما رواية الجماعة عن أحمد الذي جزم بها أغلب أصحاب أحمد عدم الكراها كتكرار سورة في ركعتين وتفريقها فيهما يعني يجوز أن تكرر سورة في ركعتين فيقرأ سورة واحدة في ركعة الأولى وفي الثانية ويجوز كذلك أن يفرق السورة الواحدة بين الركعتين وكل هذه الأمور وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكره قراءة أواخر السور وأوساطها كأوائلها كأوائل ومرت معنا قبل ذلك ولا ملازمة صورة يحسن غيرها ما اعتقاده جواز غيرها نعم هذا ليس مكروها وإن كان الأولى أن يقرأ غيرها ويستدلل على ذلك بقصة الرجل الذي كان يداوم على قراءة قوله الله أحد وهذا يدلل على أن فعله جائز وليس مندوبا أخذ العلماء من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الجواز ولم يأخذوا منه الندب لأن بعض الأخوان يسأل دائما يمر عليه السؤال كثيرا هل يستحب أن أفعل مثل ما فعل ذلك الرجل وأن أختم صلاتي بيقوله الله أحد نقول هو جائز لكنه ليس مندوب وهنا نص عليها في هذا الموضع وتكره قراءة كل القرآن في فرض واحد نعم مفهوم قوله في الفرض أن النفل لا يكره لا قراءة كله في الفرائض على ترتيبه يعني هذا الذي تسمى عند أهل العلم بالقراءة على التأليف كذا سمها أحمد فيقرأ في الفرائض يفتتح بفاتحة ثم البقرة ويستمر الإمام حتى يختم وإمام مسجدين يفعل ذلك فإنه يقرأ في صلاته من أول القرآن حتى يختم في السنة مرة أو مرة لا أدري لكن هكذا طريقته الإمام لنصلي معه فهذا عند الفقهة أن فعله ليس مكروه نص عليه أحمد وسمها القراءة على التأليف ويسن رد مار بين يديه نعم هذه مسألة الرد الذي يمر بين يدي المصلي قوله مار بين يديه المر بين اليدين لها صورتان الصورة الأولى أن تكون للمصلي سترة وتكون السترة هذه ليست بعيدة وسأتي مقدارها بعد قليل فإن المرور بين يدي المصلي هو المرور بين المصلي وبين السترة فحينئذ يسن له رد لحديث بهريرة وغيرها الحالة الثانية أن لا يكون للمصلي سترة فإن المصلي يرد من مر بين يديه إلى مسافة ثلاثة أذر التي يكره المشي فيها وما عداها فلا ثم ذكر المصنف تقريبا أربع أو خمس صور ذكر فيها أحوال رد المر بين يدي المصلي الحالة الأولى يدفع بلا عنف آدميا كان أو غيره ما لم يغلبه طيب الحالة الأولى قال يدفعه بلا عنف إذن الحالة الأولى أنه إذا مر مر بين يديه سواء كان آدميا أو غير آدميا كالحيوانات تقطع الصلاة أو لا تقطع الصلاة لا فرق فإنه يدفعه بلا عنف وإنما برفق هذه الحالة الأولى قال ما لم يغلبه أي يغلبه المر فيمر ويتجاوزه فإنه حينئذ سقطت السنية الحالة الثانية فإن غلبه ومر لم يرده من حيث جاء قوله فإن غلبه أي أن المر غلب المصلي ومر معنى قوله مر أي مر حتى صار في الجانب الآخر للمصلي مر بكامله وهذا التفسير ذكره ابن نصر الله قال لم يرده لأنه رده حينئذ يكون قد مر مرتين ذهب وسيعود وهذا معنى قوله لم يرده من حيث جاء الحالة الثالثة أو يكون محتاجا نعم قوله أو يكون محتاجا أو إذا كان المر محتاجا للمرور فحينئذ لا يرد لأجل حاجته وصور الحاجة كثيرة جدا أن لا يكون له طريق إلا هذا يدخل في الحاجة أيضا الزحام ومن صور الزحام في المساجد الكبيرة ومنها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها المساجد الكبيرة التي تزدحم في الجمعة وتزدحم في صلوات رمضان أو مساجد الأسواق لأنه لو امتنع الشخص من المرور ربما تعطلت حاجته وتأخر لحاجته فحيث كان محتاجا للمرور من هذا الطريق ويكون في قبلة المصلي بين يديه فإن المصلي لا يرده لأجل الحاجة نعم هذا الحالة الثالثة أنه لا يرده إذا كان المار محتاجا للمرور الحالة الرابعة أو يكون في مكة المشرفة فلا نعم قول المصنف أنه إذا كان المصلي يصلي في مكة فلا يرد فلا يرد من مر بين يديه كذلك قول المصنف في مكة المشرفة ظاهر هذه العبارة أنها تشمل مكة كلها سواء كان مسجد الكعبة الذي هو المسجد الحرام أو غير ذلك من الأماكن ولو كان في سوق وغيره لا يرد أحدا يمر بين يديه وأدلل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة والناس يمرون بين يديه وما منع من ذلك قوله في مكة كلها أنتم تعلمون أن المسجد الحرام يصدق على مكة ومسجد الكعبة ويصدق على الحرم المصنف هنا قصره وهو كثير من الأصحاب على مكة وقال الموفق رحمه الله تعالى هذا عام في الحرم كله فهذا يشمل كل الحرب فيشمل مكة وغيرها طبعا قبل أن أعلق على كلام المصنف والموفق قديما كانت مكة أصغر من الحرب الآن مكة أكبر من الحرم كثير من أحياء مكة خارج الحرم وفي الحل النورية خارج في الحل جزء كبير من الشرائع في الحل ولذلك أجزاء كثيرة جدا من مكة في الحل وليست في الحرم قديما كانت مكة أضيق فلما قال الموفق ذلك أتى بدائرة أوسع فيقول الحرم كله لا يرد من مر بين يدي المصلي وبناء على ذلك فإن مرعي لما ذكر كلام الموفق قال يتجه أن يقال بقول الموفق في زمن الحاج أي وقت الحجج لأن الحجج يكون منتشرين في مكة وفي ضواحيها فيأخذ هذا الحكم والأقرب والله أعلم أن مرادهم وهذا اجتهاد مني ولا أنسبه لأحد أن مراد قولهم في مكة المراد به المسجد ولو اتسع حجمه فكله يكون بهذا المعنى لأن في رد المار حرج من جهتين أن المار قد يكون طائفا بالبيت والمر قد يصلي خلف الطائفين فلو ردهم لرد الطائفين بالبيت وهذا يدلنا على أن المراد هو مسجد الكعبة والمعنى الثاني الحرج المتعلق بالمارين في المسجد الحرام وتنقلهم بين الطواف وبين السعي والصلاة ونحو ذلك والذي يظهر والله أعلم وإن كان خلاف ظاهر كلام متأخرين أن المراد بذلك مسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة وما ألحق به لا مطلق المسجد لا مطلق مكة ولا مطلق الحرام وأما قول مرعف صحيح فيكون داخلا في الحاجة الذي سبقت قبل قليل كلام مصنف نعم وتكره صلاته بموضع يحتاج فيه إلى المرور نعم يكره ذلك وأما إذا كانت طريقا فيحرم الصلاة في الطريق حرام بل مر معنى أنها تبطل صلاته ولا تجزئه إن كان الناس محتاجون الطريق ولكن الذي ليس بطريق وإنما يمرون فيه مثل بعض المواضع في المساجد وغيرها الأولى أن يتركها نعم وتنقص صلاته إن لم يرده إن لم يرد المار أمام يديه وذلك أن المرور أمام المصلي سرتب عليه حكما الحكم الأول نقص أجره وهذا يتعلق بما يقطع الصلاة وما لا يقطعها كل من مر أمامه من حيوان وآدمي وغيرهم الحكم الثاني قطع الصلاة وبطلانها سنتكلم عنه إن شاء الله في تتمة هذا الدرس الأمكان والدرس القادم أي المار فإن أبى المار إلا أن يمر أمام المصلي دفعه بعنف نعم هذا الحال الخامسة أنه إن أبى إلا أن يمر ولم يمر بكليته فيدفعه ولو كان بعنف نعم فإن أصر على المرور ولم يندفع بالدفع الذي دفعه به المصلي فله قتاله ولو مشاه قال وله قتاله أي قاتله بمعنى مدافعته بقوة وليس المراد بالقتال القتل كما سيأتي بكلام المصنف الذي فيه أذية قوله ولو مشاه مر معنا قبل قليل أنه لو مشاه وتعداه فإنه لا يرده وكيف نجمع بين الأمرين يحتاج هذا إلى تقدير قيد في قول المصنف ولو مشاه وهذا القيد أورده كثير من الأصحاب كمنصور وغيره فنقول ولو مشاه قليلا فلابد أن يزاد كلمة قليل لأنه لو مشاه كثيرا وتجاوز المصلي فذهب إلى الناحية الأخرى فلا يشرع رده نعم وبعض الناس يعني يمشي كثيرا ويرده بقوة فيظن أنه يلزمه ذلك لا بسيف ولا بما يهلكه نعم كالضرب بمقتل ونهوه بل بالدفع والوكز باليد ونحو ذلك ونحو ذلك قاله الشيخ الشيخ تقي الدين وقال فإن مات من ذلك فدمه هدر نعم لأن هذا يعتبر كالصال انتهى ويأتي ويأتي نحوه في باب ما يفسد الصوم نعم عندما يتكلم عن بعض الناس قد يفسد صوم غيره بقوة فله أن يدفعه ولو كان في دفعه فساد نفسه فإنه يكون هدرا هذا مثل قول عليه رضي الله عنه الحق قتله فيكون دمه هدرا فإن خاف إفساد صلاته بتكرار دفعه لم يكرر يعني يقول إن هذا المصلي إذا خاف إفساد صلاته بتكرار دفعه إن أنه يدفعه بكثرة فيؤدي إلى عدم توجهه للقبلة أو إلى خروجه عن هيئة المصلي بأن يتماسك بيديه مثلا مع هذا الدافع ونحو ذلك قال لم يكرره أي لم يكرر الدافع الدفع للمار نعم ويضمنه إذن لتحريم التكرار لكثرته ويضمنه أي ويضمن المصلي الأذى الذي حدث على المار إذا علم أو خاف فساد صلاته بتكرار دفعه لأنه لم يؤذن له بتكرار الدفع فحينئذ ما نتج عن غير المأذون لا يكون هدرار ويحرم مروره بين مصلي وسطرته ولو بعد عنها نعم هاتكلمنا عنها قبل قليل أن المرور بين المصلي والسترة ولو بعد عنها طبعا ليس جدا وإنه ولو بعد شيئا يسيرا ومع عدمها يحرم بين يديه قريبا وهو ثلاثة أذرع فأقل بذراع اليد نعم ذكرتها أيضا قبل قليل أن المرور بين يدي المصلي إذا كان لا يوجد هناك سترة فإنه يمنع من أن يمر ما بين يديه ومقدار ثلاثة أذرع وما دونها فإنه يرده المصلي وإلا فلا وفي المستوعب إن احتاج إلى المرور يألقى شيئا ثم مر انتهى نعم قوله وفي المستوعب يعني كأن المصنف لا يرى أن الأصحى خلاف ذلك فإنه إذا احتاج إلى المرور مر معنا أنه جائز له المرور أو أنه يمر بعد ذراع ونصف والذراع ونصف غالبا يعني شوفنا السجادات التي تصلي عليها غالبا الذراع ونصف يعادل ما بين صف ونصف يعرفوا أن ثلاثة أذرع تعادل متر ونصف الذراع ونصف تعادل ثلاثة متر ونصف الذي يجوز المرأة يمر لمن ليست أمامه سترة والمنثر والنصف عادة تقريبا الصف الذي يصلي فيه المصلي ونصف زيادة أمامه تقريبا تقريبا لأن عادة الصف يعني يزيد عن ثمانين سانتي تقريبا أو أو يعني قريب الثمانين أو يزيد فإن مر بين يدي المأمومين فهل لهم رده وهل يأثم بذلك احتمالا وصاحب الفروع يميل إلى أن لهم رده وأنه يأثم بذلك كذا ذكره عنه ابن نصر الله في شرح الفروع نعم هذه مسألة وهو يقول إذا مر مر بين يدي المأمومين ولهم إمام فهل لهم رده وهل يأثم هو بالمرور بينهم أم لا طبعا هنا مسأة القطع هنا لم يتكلم عنها المصنف لأنه سيأتي القطع في آخر الباب إن شاء الله أو الفصل وإنما يتكلم عن حرمة المرور وهل يردونه ويستحب لهم الرد أم لا وهذه مفرعة عن مسألة سترة الإمام سترة للمأموم وكونه سترة له هل هي في القطع أم هي سترة لهم في القطع وفي غير القطع وهو في منع المرور وعدمه ذكر المصنف أن فيها احتمالان ونقل هذا كلام طبعا عن ابن نصر الله وسأذكر لكم إشكالا في نقلها عن ابن نصر الله قال وصاحب الفروع يعني ابن المفلح يميلوا إلى أن لهم رده وأنه يأثموا بذلك فيمنعوا من المرور بين صفوف المصلين وأن للمصلين المؤمنين أن يردوه طبعا كلامنا كله ما لم تكوناك حاجة مثل مسجد الحرام والمسجد النبوي فلا شك أنه إذا فعل ذلك شق على الناس لأن كثيرا من الصفوف الداخلية تكون فارغة فإذا منع من رد الناس حدث حرج على المصلين في الأماكن قال وأنه يأثموا بذلك كذا ذكره عن ابن نصر الله في شرح الفروع قوله في شرح الفروع المطبوع حواشي الفروع ليس فيها هذا النقل فربما كان لابن نصر الله كتابان الشرح والحواشي أو أنه له حاشية كبيرة وحاشية صغيرة لا أتري المطبوع ليس فيها هذا النقل وعدم وجودها في هذا النقل سبب إشكالا وهو أن ابن نصر الله نقل عنه قولان هل أيد الموفق هل أيد ابن مفلح أم لم يؤيده فنقل عثمان في حاشيته على المنتهى أن ابن نصر الله صوب لا أي لا يأثم وليس لهم أن يردوا هذا تصويب ابن نصر الله والذي في شرح المنتهى البهوتي بعدما ذكر نقل ابن نصر الله قال وصوبه فقوله وصوبه يدل على أنه صوب ما نقل أن ميل ابن مفلح له فقطعا أن هناك يعني إشكال في حد النسخة إما تصحيف أو خطأ الله أعلم فعلى العموم فقط الاختلاف فيما هو قول ابن نصر الله التستري في هذه المسألة نعم وليس وقوفه كمروره طبعا هنا حكاية المصنف الخلاف يدل على أن المسألة مشكلة ولم يجد فيها تصحيحا عند المتأخرين وليس وليس وقوفه كمروره وله عد التسبيح والآي بأصابعه بلا كراهة فيهما كتكبيرات العيد طيب أنا ذكرت هذا المسألة قبل أن نبدأ بقوله وليس وقوفه كمروره عندنا هنا بس ذكرت مسألة أن عثمان نقل أن صاحب الإقناع وسيأتينا إن شاء الله نقل في الجماعة يعني في أبواب الجماعة أنه يكره المرور بين يدي المصلين فكأن صاحب الإقناع هناك صرح بما جزى ما به المصنف هنا من المرور يعني أو أخذ رأيا وسطا لأنه قال لا يأثم قال بالكرهة فقط فقال لا يأثم ولم يجعله جوازا وإنما أخذ رأيا وسطا وهو الكراها هذا نقله عثمان عن صاحب الإقناع في باب الجماعة وقول المصنف ليس وقوفه كمروره أي أن الوقوف يختلف عن المرور فهو جائز وحديث عائشة واضح ثم قال وله عد التسبيح والآي بأصابعه بلا كرهة كيف يكون عد التسبيح الشخص عندما يريد أن يسبح في سجوده عشرا أو أن يسبح ثلاث عشرة أو أكثر أو نحو ذلك فإنه في يعدها بقلبه وهذا واضح ويعدها بيده يعني ما يلزم أن يقبض أو يعقد أصابعه وإنما قد يعدها بيده بطريقة أو بأخرى فيعد باليد هذا العد للتسبيح لا يكون فيه حرج ومثله عد الآي فيعد كم آية تنقرأ هل قرأ خمسين آية أو نحو ذلك وأكثر ما يكون عد الآي عند الأئمة في قراءة سورة الكافرون فإن بعض الناس قد يخطئوا في هذه السورة فيعد آيها حتى تكون ستها ومعنى قوله عد التسبيح عرفنا التسبيح والآي عرفناها بأصابعه بلا كراها أي غير كراها لكن لا يكون فيه قبض لكي لا يكون فيه حركة يعني ممنوعة قوله كتكبيرات العيد أي ويجوز عد تكبيرات العيد وكثير من الأئمة سبب خطأه في تكبيرات العيد سبعا نسقا وخمسا نسقا في الثانية أنه يخطأ في عدها فيعدها بيده يقبض بأصابعه يسيرا فيعدها بيده من غير كراها ومثل أيضا استسقى فيها تكبيرات زوائد طبعا مقصد بتكبيرات العيد في الصلاة لا تكبيرات خطبة العيد وله قتل حية وعقرب وقملة ولبس ثوب وعمامة طيب قوله وله هذه جملة تدل على الجواز حيث قيل وله فعد كذا فإنه يجوز لا يندب ولا يكره قتل حية وعقرب وقملة هذا واضح ولبس ثوب وعمامة لبس الثوب ليس المقصود أنه يلبس ثوبا الذي نسمي نحن الثوب وإنما يكون ثوبه منحلا فيلبسه ويستدنع ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته عقد إزاره فعقد الإزار لبس له فكان منحلا أنه لبس ثوبه إذ الإزار ثوب والمراد بالثوب المنشور وقوله عمامة ليس إن شاء العمامة وإن ملفها لأنه مع السجود والقيام قد تسقط العمامة ومثل الغطرة أحيانا قد تسقط وتمين فيقومها ويحسن لبسها نعم وحمل شيء ووضعه كما فعل نبي صلى الله عليه وسلم مع بنت بنته أمامة رضي الله عنها وإشارة بيد ووجه وعين ونحوه نعم يشير بيده ووجهه وعين كأن يشير معنا بعين إما بإغماضها أو بإشارة بحاج به ونحو ذلك وقوله ونحوه أي ونحو ذلك من الأمور كالحك بأن يحك وجهه أو يده ونحو ذلك نعم قوله لحاجة يعود لجميع ما سبق من قوله وله قتل حية فما بعدها وإلا كره وإلا كره هذا الفعل لأنه قد يكون عبثا وقد مر معنا المناط الكل من كلام القطيع أن كل فعل ليس من أفعال الصلاة من غير حاجة ولا ضرورة فإنه يكون مكروها ما لم يطل نعم قول المصنف ما لم يطل هذه تعود لجملة سابقة وليس متعلقة بالجملة القريبة ومعنى ذلك أن له رد المار بين يديه ما لم يطل شف هي جملة بعيدة جدا نبه على ذلك منصور في شرحه فهذه الجملة قوله ما لم يطل ربطها منصور بتلك هذا كلام منصور ويحتمل ويحتمل أن قوله ما لم يطل بمعنى ما لم يكثر حركته فيكون قوله ما لم يطل تكثر حركته فيما سبق فالحركة السابقة لغير حاجة مكروهة فإن طالت فإنها تكون مبتلة للصلاة والثاني الاحتمال متجه متجه أكثر مما ذكره منصور فيما سبق نعم وَلَا يَتَقَدَّرُ الْيَسِيرُ بِثَلَاثٍ وَلَا غَيْرِهَا مِنَ الْعَدَدِ نعم هذه قاعدة في مسألة الحركة اليسيرة وهذه قاعدة مهمة جدا قال وَلَا يَتَقَدَّرُ الْيَسِيرُ أي من الحركة في الصلاة المباحة أو المكروهة التي لا تبطل الصلاة لأن اليسير لا يبطل الصلاة كثير هو الذي يبطلها قال لا تتقدر بثلاث متواليات ولا غيرها من العدد لعدم وجود الدليل بل بل العرف بل العرف وما هو العرف هو أنه يخرج تخرج هيئة المصلي عن هيئة أن تخرج هيئته عن هيئة المصلي بحيث من نظر إليه ظن أنه ليس في صلاة وما شابه فعل النبي عليه الصلاة والسلام فهو يسير نعم هذا مبني على قاعدة أصولية مشهورة وهذه القاعدة يجب أن ننتبه لها لأنني وجدت كثير من المعاصرين بدأ يرجع على نصوص الشرع بالمعاني القاعدة الأصولية هي نص عليها القاضي وغيره أنه لا يجوز تعليل الحكم بعلة ترجع على النص بالإلغاء نعم يجوز التعليل التخصص بالعلة وهو التخصص بالقياس لكن لا يجوز إلغاء النص وبناء على ذلك فإننا نقول حيث قلنا إن العبرة بالعرف فيجب أن نعلم أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته فليس داخلا في حركة كثيرة تكون مقتلة للصلاة مثاله حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة ووضعها في أثناء الصلاة فهذه حركة لأنها متفرقة فإنها يسيرة كذلك تقدمه صلى الله عليه وسلم وتأخره لما رأى النار في قبلة وجهه ومثله أيضا صلوات الله وسلامه عليه عندما نزل من المنبر وارتقى درجة ومثله فتح الباب لعائشة رضي الله عنها وغير ذلك من الأحيث والد عنه في الحركة في الصلاة ومده ليده حينما أراد أن يتناول شيئا في صلاته كل هذه الحركات يجب أن نقول إنها من اليسير وكل مناطق يجعلها كثيرا فإن ذلك المناطق يكون باطلا وإن قتل القملة في المسجد أبي حزفنها فيه إن كان ترابا ونحوه نعم قوله وإن قتل القملة في المسجد هذا يدلنا على أنه يجوز قتل القملة في المسجد ابتداء نبه على ذلك في المبدع قال أبي حدفنها فيه أي في المسجد إن كان ترابا ونحوه لأن القملة طاهرة لأنها ليس لها دم سائل كما مر معنا في مال دم له سائل وأنه يكون طاهرا وقوله إن كان ترابا ونحوه بخلاف ما كان مبلطا ونحوه فإن هذا القملة فيه يكون مؤذيا لغيره أما ما كان ترابا فإنه يدفن فيه ويتحلل وتذهب أجزاؤه مع التراب فإن طال عرفا فعل فيها من غير جنسها غير متفرق أبطلها هذا القيد الذي ذكرت لكم قبل قليل أن الفعل الذي يبطل الصلاة له شرطان أن يكون كثيرا وأن يكون متواليا قال فإن طال عرفا هذا هو الكثرة فعل فيها أي في الصلاة من غير جنسها أما الأفعال التي من جنسها فلا تبطلها غير متفرق هذا معنى من كونه متواليا وهذا يدلنا على أن العمل المتفرق لا يبطل الصلاة وحملوا عليه حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة ووضعه لها قال أبطلها عمدا كان أو سهوا فعله أو كان كذلك جهلا لأن كل ما كان من المبطلات فلا يعذر فيه بالجهل لأن المبطل حكم وضعي والأحكام الوضعية عندهم لا يعذر فيها بالجهل ولا بسه ما لم تكن ضرورة كحالة خوف وهرب من عدو ونحوه نعم مسابقة نعم وعد أبن الجوزي من الضرورة إذا كان به حك لا يصبر عنه نعم هذا قول أبن الجوزي وهو أبو الفرج في ميضار لأنهم يفرقون بين أبن الجوزي والجوزي فالأب يقولون أبن الجوزي والأبن يقولون الجوزي وإذا أرادوا أن يكنوا فقالوا قال أبو الفرج بن الجوزي أو قالوا قال أبو المحاسن أو أبو محمد بن الجوزي فالأبن يوسف يكن أحيانا بأبي محمد وأحيانا بأبي المحاسن وإشارة أخرس مفهومة أو لا كعمل نعم قوله وإشارة أخرس مفهومة أي الإشارة كانت مفهومة أو لا أو غير مفهومة كعمل قوله كعمل أي ليست كقول شوف أحيانا إشارة أخذ حكم القول في صور ومنها المعاقدات عندنا عقود لا تصح إلا بالقول ولا تصح بالفعل بالفعل كالنكاح الأخرس إشارته المفهومة قول في الصلاة ألحقناها بالفعل لماذا؟ لأنه لو ألحقناها بالقول فكل إشارة من الأخرس ولو قلت تكون مبتلة للصلاة لأن القول يبطل الصلاة ولو قل فحينئذ أبطلنا للأخرس ما لا يبطل من غيره فقلنا إن الأخرس إنما تبطل صلاته بالإشارة الكثيرة لأنها كالفعل الكثير والفعل الكثير إذا كان كثيرا متواليا بطل وإلا فلا نعم ولا تبطل بعمل القلب نعم عمل القلب أحد أمرين وهو سهوه وانشغاله عن الصلاة أو يعني تفكره بشيء بعيد وهذا الانشغال القلب ما لم يكن فيه انشغال عن أركان الصلاة القولية والفعلية فإنها لا تبطل قال المصنف ولو طال سأذكر هذه الجملة بعدها قليل قوله لا تبطل هذا لا شك ملزوم به لكن هل يترتب على ذلك نقص الأجر؟ لا شك لا شك أنه موقص للأجر ونقص الأجر قال الشيخ تقي الدين إنه لا يثاب على عبادته إلا ما كان فيه عمل قلبه هو يستدل بحديث ليس له إلا ما عقل وبناء ذلك فمن كان في صلاته مفكرا ساهيا فصلاته صحيحة لا أجر له إلا إن عقل جزءا يسيرا منها فله أجر ذلك الجزء فقط هذا رأي الشيخ تقي الدين وخالفه تلميذه واختار أنه يثاب على صلاته وأعني بتلميذه ابن مفلح قال الظاهر أنه يثاب على صلاته ولو غفل قلبه لكن ليست إثابته كإثابة من عقل قلبه واستدل على ذلك بآثار وأحاديث مذكورة في محلها نعم وقول مصنف ولو طال هذه إشارة لخلاف أبي عبد الله بن حامد وأبي فرج من الجوزي بأنهم قال لو غفل قلبه وطال بطلت صلاته نعم ولا بإطالة نظرين في كتاب نعم لأن هذا ليس عمل عندهم إذا قرأ بقلبه ولم ينطق بلسانه مع كراهته نعم بكراهته لإذهاب الخشوع من جهة ومرعاة للخلاف ولا أثر لعمل غيره نعم غيره أي غير المصلي ولا أثر لعمل غير المصلي المتعلق بالمصلي كمن مص ولدها ثديها فنزل لبنها نعم ومثله أيضا لو أن امرأة يصلي كبيرا في السن فجاءه شخص آخر وأعطاه دواء خافضا للسكر مثلا في أثناء الصلاة فلا يقطع صلاته مع أنه ربما لو فعله هو في صلاته ذا أدى إلى بطلان صلاة لأنها حركة كثيرة يعني مبطلة للصلاة مثل هذا الأدولة تكون أنسرين وغير الذي يكون عن طريق الحقن ومثله أيضا لو أن رجلا كبيرا أو مريضا في السن أو مريضا رجلا طاعنا في السن أو مريضا في أثناء صلاته جاءه شخص وقاس ضغطه أو يعني عمل معه عملا آخر لو فعله هو بنفسه لربما قلنا أنه خرج عن هيئة الصلاة فنقول هذا لا يبطل صلاته نعم يكره الصلاة على المصلي هذا قول ابن عقيل فلا يسلم عليه والمذهب والمذهب لا أي لا يكره أي أن المجزون به أنه لا يكره السلام على المصلي وله رده بإشارة قوله وله أي يجوز رده أي رد السلام بإشارة معنى الإشارة الإشارة باليد قال ابن قندس ذكر في الفصول يعني بالفصول ابن عقيل أن الإشارة تكون باليد فتكون إشارته بالرد بيديه وقول المصنف وله رده بالإشارة نستفيد منها ثلاثة أحكام ذكرها الشراح الأمر الأول أن هذا الرد جائز وليس مندوبا لأنه قال وله وهذه مشعرة بالجواز وأنه ليس بواجب ولا مندوب الأمر الثاني أن قوله وله رده إشارة لم يذكر غير ذلك فدل على أنه لا يرد في نفسه فلا يقول في نفسه وعليكم السلام وإنما يرد بالإشارة فقط ويسكت من غير رد في نفسه ما يذكر شيئا في نفسه بالمعنى والأمر الثالث أننا حيث قلنا أن له ذلك يدلنا على أن الأفضل خلاف ذلك وإذلك فالمعتمد عند فقهائنا أن المستحب أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيرد السلام بعد سلامه من الصلاة نعم لأن فيها إجابة بحرف كاف الخطاب وهو مبطل السلام عليكم وعليكم السلام حركة يسيرة نعم لا تبطل الصلاة وله أن يفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط ويجب في الفاتحة يقول المصنف وله أن يفتح على إمامه إذا ارتج بكسر التائي ومعنى ذلك إذا أغلق عليه ولم يقدر على القراءة قال أو غلط يعني غلط في القراءة وعبارة المصنف له أن يفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط أطلقها المصنف قال بن مفلح ظاهر هذه المسألة أن له ذلك ولا تبطل صلاته ولو فتح عليه بعد أخذ الإمام بقراءة آية ثانية بل هذا من عندي ومفهم كلام بن مفلح لو فتح عليه في الركعة الثانية وهذا يوجد أحيانا في التراويح خاصة قد يركع الإمام ثم المأموم يرجع الإمام إلى الآية السابقة التي أخطأ فيها لكي يعيد قراءتها ويجب في الفاتحة ويجب الفتح على الإمام في الفاتحة كنسيان سجدة ونحوها أي كي يجب أن ينبهه إذا نسي سجدة من الصلاة ونحوها قوله ونحوها أغلب الشراح يقول إن نحوها هو الأركان والذي يظهر أنه يشمل الأركان والواجبات لأن الركن يجب تداركه والرجوع إليه والواجبات يجب الإتيام ببدله وهو سجود السهو وإن عجز المصلي على إتمام الفاتحة بالارتجاء عليه بالارتاج عليه فكالعاجز عن القيام في أثناء الصلاة يأتي بما يقدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه نعم أنه عاجز ولا يعيدها واضح واضح فإن كان إماما صحة صلاة الأمي خلفه لأنه تصح صلاة الأمي بمن لا يستطيع أن تصح صلاة الأمي تصح صلاة الأمي بمثله وهذا يكون في حكمه والقارئ يفارقه ويتم نعم يفارقه حينئذ لأنها حاجة ويصلي وحده ويستخلف الإمام من يتم بهم وصلى معه جاز نعم هذا سبقت معنا بنص هذه المسألة في قضية الاستخلاف أنه من عجز عن الركن أو عجز عن قراءة الفاتحة استخلف أما من عجز عن قراءة غير الفاتحة فلا يصح له أن يستخلف ما يجوز أن يستخلف غيره إلا أن يكون عاجزا عن القراءة ليس الجهر بالقراءة انتبه في فرق بين العجز عن القراءة والعجز عن الجهر بالقراءة الجهر بالقراءة مندوب إليه بأن بح صوته العاجز عن القراءة الذي ارتج عليه وعجز أن يقرأ الفاتحة بالكلية هذا الذي يقولون استخلف أو عجز عن القيام في أثناء الصلاة فهنا يستخلف وأما من عجز عن سنة كالجهر لم يستطع أن يرفع صوته فإنه يصلي بهم سرا لأنه قادر عن القراءة ولا يصح له أن يستخلف غيره وهذه مرت معنا هذه المسألة ولا يفتع على غير إمامه فإن فعل نعم غير إمامه سواء كان يفتع على إمام بجانبه أو منفرد يصلي وحده أو قارئ يقرأ بلا صلاة فإن فعل فإن فعل كريها ولم تبطل ولم تبطل إنما كريها لأجل الخلاف فيها بين بعض أهل العلم حيث قالوا بالبطلان ولم تبطل لأنها قراءة قرآن والصلاة إنما هي قراءة قرآن ويكره لعاطس الحمد بلقضه يعني لا يقول الحمد لله ولا تبطل به ولا تبطل به الصلاة وإنما مكره ويحمد في نفسه نعم قوله ويحمد في نفسه يعني أن يذكر الحمد في نفسه وهذا معنى الذكر في النفس وقد نص على ذلك أحمد فقال يحمد في نفسه ولا يحرك لسانه لأن التحريك باللسان هو التلفظ ومر معنا ضابط الكلام وهذه الجملة سيأتي أنه يلحق بها غير العاطس المسترجع ونحو ذلك ومن وجد نعمة وغيرها ومن دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وجبت عليه إجابته في الفرض والنفل وتبطل به نعم قوله ومن دعاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الصحابة وهذا حكم خاص بالصحابة وجبت عليه إجابته في الفرض والنفل وقد أمر الله عز وجل المسلمين عموما ومقصود بهم الصحابة أن يجيبوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاهم فيجب إجابته ولو كانوا في صلاتهم فرضا أو نفلا قوله وتبطل به هذه المسألة سأكف معها قليلا لأنها مهمة قوله وتبطل به أي وتبطل صلاة الصحابي حين ذاك وزيادة تبطل به ليست موجودة في الفروع وإنما أوردها المصنف وقد أخذها من قول ابن نصر الله فقد ذكر ابن نصر الله استظهارا في حواشيه على الفروع أنها تبطل به فربما أخذها منه وهذا القول هو قول القاضي وعدد من أصحابه ولكن إذا رجعنا لنص الإمام أحمد فإن ظاهر ذكره لذلك يدل على عدم بطلانه فقد روى أبو داود في مسائله أنه قال قلت لأحمد حديث ذي اليدين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أصدق ذي اليدين فقالوا نعم يعني أبو داود يقول إن الصحابة تكلموا مع علمهم أن النبي قد سها في صلاته وسيأتينا إن شاء الله بعد درسين أن الإمام إذا انفتل من صلاته مخطئا فلا يجوز للمأمومين أن يكلموه وإنما يعني يشيرون له بأنه قد فاتت ولا يكلمونه من كلام الآدميين فذكر أبو داود لأحمد حديث ذي اليدين وأن الصحابة قالوا نعم فتكلموه من كلام ليس من جلس الصلاة فعلى قاعدة المذهب يتبطوا صلاتهم بما أجاب أحمد قال لم يكن لهم أن لا يجيبوا رسول الله فأما اليوم فمن تكلم خلف الإمام يعيد الصلاة نص أحمد أن صلاتهم لا تبطل لأنهم أجابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك فإن الظاهر هو ما أطلقه ابن مفله أن من دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وجبت عليه إجابته ولا تبطل صلاته خلافا لما ذكره القاضي حيث ذكر القاضي أن وجوب الإجابة لا يستلزم الفساد سكت هكذا قال لا يستلزم الفساد وجزم بنصر الله أنها مبطلة ومشي عليها المصنف فالظاهر أن منصوص أحمد وهو المرجوع عليه أنه لا تبطل به الصلاة ما فائدة هذه المسألة قد يقول بعض ما فائدتها فائدتها معرفة توجيه الحديث فإن الحديث حديث اليدين كيف يمكننا أن نوجيهه في المسألة التي ستأتينا إن شاء الله في سجود السحو نعم ويجيب والديه في نفل فقط نعم ندبا أو إجاب أو وجوبا نعم وتبطل به وتبطل به نعم ويجوز إخراج الزوجة من النفل لحق الزوج نعم ليس مطلقا تشاهيا وإنما لحق واجب عليها للزوج ليس مطلقا هكذا تشاهي لا لا يجوز تشاهي فإن الله عزيز يقول ولا تبطلوا أعمالكم إذا كان الشخص لا يجوز له يبطل عمل نفسه في باب أو لا يبطل عمل غيره وذاك عبد المصنب قوله لحق الزوج أي لحق واجب للزوج عليها من الحقوق التي سيأتي تفصيلها إن شاء الله في محلها فإن قرأ آية فيها ذكره عليه الصلاة والسلام صلى عليه في نفل فقط ولا يبطل فرض به نعم إذا قرأ آية فيها ذكره صلى الله عليه وسلم مثل قول الله عز وجل محمد رسول الله قال صلى عليه في نفل فقط قوله صلى عليه معناها أنه يستحب ذلك جزم بالاستحباب منصور ومرعي قال ولا يبطل به الفرض تعبيره ولا يبطل به الفرض تحتمل الكراهة وتحتمل الندب وقد صرح جمع من الفقهة عفوا قوله ولا يبطل به الندب تحتمل الكراهة وتحتمل الإباحة وتحتمل الإباحة نعم وتحتمل الإباحة وقد صرح جماعة من أصحاب أحمد أنها مباحة في الفرض ممن صرح بذلك يوسف بن عبدالهادي في جمع الجوامع ومرعي بن يوسف في الغاية صرحوا بأنها مباحة في الفرض ويجب رد كافر معصوم عن بئر ونحوه كمسلم نعم قوله ويجب رد كافر معصوم سواء كان ذنبيا أو معاهدا يخرج من ذلك الحرب عن بئر ونحوه كالحية والنار ونحو ذلك كمسلم للتشبيه أي ومثله كالمسلم وهنا أطلق المسلم لو ذلك قال بنصر الله إن ظاهر قوله كمسلم يشمل كل مسلم ولو كان مهدور الدم كالزاني ومن تحتم قتله ثم قال ولا أظن ذلك يعني صحيحا بل إن من كان يعني ليس معصوم الدم لا يلزم ذلك نعم قوله غريق مطلقة تشمل المسلم والكافر المعصوم فيقطع الصلاة لذلك ويقطع الصلاة يعني تعبير مصنف يقطع الصلاة ظاهره يشمل الفرض والنافلة معا فيجب عليه أن يقطع صلاته لذلك ويشمل أيضا فيما لو كان قد ضاق الوقت فإذا أراد أن يصليها بعد ذلك فإنه يكون بعد الوقت نبه لهذه الأمرين ابن سلطان في مجموعه وإن أبا قطعها صحة صحة صلاته لأن هذا أمر منفك عن الصلاة ولا نقول إنه قد اجتمع فيها نهي وله إن فر منه غريمه أو سرق متاعه أو ند بعيره ونحوه الخروج في طلبه نعم وله هذا باب الجواز والأولى باب الوجوب إن فر منه غريمه أن يقطع صلاته ونظر بمعنى قال وفيه نظر ابن نصر الله هذه المسألة وقال يعني فيها نظر في فرار الغريب قال أو سرق متاعه طبعا هذا حفظ المال واضح أو ند بعيره كذلك حفظ مال الخروج في طلبه الخروج يعني الخروج من الصلاة وقطعها وإن نابه شيء في الصلاة مثل سهو إمامه أو استئذان إنسان عليه سبح رجل نعم سبح يقول سبحان الله ولا يضر لو كثر قوله ولا يضر أي لا يضر بالبطلان ولو كثر ذلك التسبيح من الرجل وكذا لو كلمه إنسان بشيء فسبح ليعلم أنه في صلاة أيضا لا يضر أو خشي على إنسان الوقوع في شيء أو أن يتلف شيئا نعم فسبح به لي ليتركه ليترك ذلك الشيء لكي لا يقع فيه أو يتلف منه أو ترك إمامه ذكرا فرفع صوته به ليذكره نعم مثلا ذكر الجهر فيقول سبحان الله كذلك هذا باب الذكر أو نحو ذلك ونحوه ويباح بقراءة وتكبير وتهليل ونحوه نعم يعني قوله ويباح بقراءة وتكبير وتهليل ونحوه يعني ويباح تنبيه الإمام وتنبيه الذي سيسقط في شيء ونحوه ينبهه بقراءة قرآن مثلا الإمام نسي الجهر فيقول الحمد لله رب العالمين لكي ينتبه القراءة ويكره بنحنحة وصفير نعم لأن النحنة قد يظهر منها حرفان فتكون كلاما ومثل الصفير كتصفيقه وتسبيحها نعم أي يكره أيضا تصفيقه في الصلاة ويكره أيضا تسبيح المرأة في الصلاة المرأة لا تسبح ولو لم يكن عندها رجال أجانب فإن المرأة يكره لها التسبيح بصوت عال في الصلاة للتنبيه وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى وإن كثر أبطلها نعم قوله وصفقت هذا معطوف على أول الجملة حينما قال سبح رجل وصفقت امرأة وبعض الفقه يقول صفقت وبعضهم يقول صفحت قال ببطن كفها على ظهر الأخرى لأن ضرب الكف بطنها ببطنها يكون كهيئة اللهو وأما ضربها على ظهر الكف أو على ظهر الفخذ فإنه ليس كذلك وإنما يكون للتنبيه قال وإن كثر أي وإن كثرت تصفيق من المرأة أبطلها بخلاف التسبيح لأنه مجنس الصلاة فلا يبطلها نعم ولو عطس فقال الحمد لله أو لسعه شيء فقال بسم الله طبعا هذه المسألة مثل السابقة ذكرناها قبل قليل حينما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في قوله ويكره لعاطس الحمد بلفظه ولا تبطل به ويحمد في نفسه هنا ذكر فيما لو حمد بلفظه وذاك لو جعل المسألتين في محل الوحد لكان أنسب تفضل أو سمع أو رأى ما يغمه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون أو رأى ما يعجبه فقال سبحان الله أو قيل له ولد لك غلام فقال الحمد لله أو احترق دكانه ونحوه فقال لا حول ولا قوة إلا بالله كريها وصحة نعم هذه نفس مثل المسألة السابقة تماما نعم وتغني يعني إحداه معنى الأخرى وكذا لو خاطب بشيء من القرآن نعم قوله وكذا أي ولا تبطل الصلاة كذلك لو خاطبه بشيء من القرآن مثاله كأن يستأذن عليه فيقول ادخلوها بسلام آمنين أو يقول لمن اسمه يحيا يا يحيا خذ الكتابة بقوة طيب عندنا هنا في قوله أو يقول لمن اسمه يحيا يا يحيا خذ الكتابة بقوة يقولون لو اقتصر على أول هذه الآية فقال يا يحيا وسكت فطرت صلاته لأنه إذا قال يا يحيا فإنه يذكر كلاما لا يتمايز أنه من القرآن فلو قال يا يحيا أو يا إبراهيم ففي هذه الحال تبطل صلاته جزم بذلك جماعة ومنهم منصور وغيرها إذن لابد أن يقول يا يحيا خذ الكتابة بقوة وإن بدره مخاط أو بزاق ونحوه في المسجد بسق في ثوبه وفي غيره عن يساره وتحت قدمه اليسرى طيب قوله وإن بدره يعني 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 بادره البساق وخرج من غير طلب منه والمخاط معروف والبزاق كذلك يختلف فإن المخاط يكون من الأنف والبزاق يكون من الفم قال ونحوه مثل النخاعة والنخامة وغيرها في المسجد أو مثل اللعاب أيضا ومثل سيلان الأنف قوله في المسجد أي أن الأحكام الآتية متعلقة في المسجد لا خارج المسجد بسق في ثوبه يعني يبسقه في ثوبه لكي لا يصيب به الأرض قال وفي غيره أي وفي غير المسجد عن يساره أي بسق عن يساره قال المصنف وتحت قدمه اليسرى هذه الجملة الحقيقة فيها إشكال أو فيها مسألة وإشكال المسألة في قوله اليسرى في بعض الكتب أنه تحت قدمه وسكت فالذي في التنقيح قال أو تحت قدمه مطلقا أو تحت قدمه مطلقا وسكت لم يقل تحت اليسرى فبعض الشراح قالوا إن قول صاحب التنقيح تحت قدمه مطلقا المراد به سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة فيكون قوله مطلقا في الصلاة وخارجها ويحتمل وهذا احتمال قوي ويظهر من كلام شارح المنتهب للنجار أن قوله مطلقا أي تحت قدمه اليمنى أو اليسرى فيكون الإطلاق باعتبار اليمنى واليسرى وإذاك دائما كلمة مطلقا مشكلة وقد عاب الحجاوي على المرداوي في التنقيح أنه يكثر من كلمة مطلقا وهذه واحدة منها قال أنها تحتمل أكثر من معنى وهذه واحدة منها وإن كانوا ما ذكروا بهذه الهيئة ذكرت لكم إذن بعضهم أطلق ولم يقيدها باليسرى ومن الفقه من قيدها باليسرى ومنهم المصنف هنا ومن تبعه والسبب أن الحديث ورد في الصحيحين من حيث أبي هريرة ومن حيث أبي سعيد ومن حيث أنس مرة مطلقا ومرة مقيدا بتحت قدمه اليسرى فهل نقول إن هذا من باب حمل المطلق على المقيد أو هما حديثاني فيجوز ذلك مطلقا ويجوز اليسرى فيكون من باب ذكر بعض أنواع الكلي هذا محتمل وهذا محتمل والذي مشعر المصنف لا استحباب أن تكون اليسرى هذه المسألة الأولى وهي من باب التوضيح المسألة الثانية في قول المصنف عن يساره وتحت قدمه إذا قلت عن يساره وتحت قدمه اليسرى فيكون ذلك من باب هذه كلمة الواو من باب أنك فسرت عن يساره أي تحت قدمه اليسرى فهذا يكون تفسير هذا وبناء على ذلك فلو اكتفى بإحدى الجملتين لكفى فلما أتي بها وإذا رجعنا للحديث وجدنا أن الحديث نصه عن يساره أو عن تحت قدمه اليسرى ولفظة أو هي التي في الحديث وهي التي في التنقيح المشبع أصل هذا الكتاب وهي التي في الإنصف مما يدل على أنها أو وأما الإقناع فقد ذكر منصور أن كثيرا من النسخ ليس في هواو الكلية فتكون عن يساره تحت قدمه مثل المعنى ذكرت لكم قبل قليل فهي تكون باب التفسير يقول يحتمل يعني أشار الاحتمال لو قلنا أو لكي تكون موافقة للحديث والذي يجزم به أنها أو لأن الأصول التي ينقل منها وقبل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي أو فتكون أو تحت قدمه اليسرى أو تحت قدمه اليسرى فتكون على سبيل التخيل هذه مسألة هنا بس مسألة أخرى عبارة المنتهى موافقة لعبارة المصنف مما يدل على أنهما يعني نقل من مصدر واحد إما أنهما نقل من الشويكي أو العسكري لم أراجع الشويكي ولا العسكري نعم للحديث الصحيح للحديث الصحيح ذكرت لكم حيه أبي هريرة وأبي سعيد وأنس بالصحيحين وفي ثوب أولى إن كان في صلاة نعم قول المصنف وفي ثوب أولى أي أنه في الثوب أولى من أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه وقول المصنف إن كان في صلاة يعني هذه الأولوية خاصة في الصلاة والذي في المنتهى والغاية الإطلاق أن الثوب أولى سواء كان في صلاة أو ليس في صلاة فإنه أولى من أن يبصق على الأرض وقولهم قد يكون أظهر نعم ويكره أمامه وعن يمينه نعم ويكره أن يبصق أمامه أو عن يمينه لأن هذا يعني يخالف المنهية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق ذكره اليوم أطلت عليكم كثيرا جدا فأعتذر وصلنا الحدي عشر وذلك نمتلع من الأسئلة صلى الله عليه وسلم عبينا محمد